اشتركوا في القناة 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 بهذه العبارات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القناة حصل الدكتور هاني البناء على جائزة هاملتون في الطب من مستشفى وودريلود عام 1981 وحصل على الدكتوراه في الطب في علم امراض الجانين من كلية الطب من كلية الطب بجامعة بيرمينجهام عام 1991 عند حضوره مؤتمرا طبيا في سودان عام 1983 في وقت المجاعة في المنطقة انشأ الدكتور هاني البناء منظمة الإغاثة الإسلامية بعد مغادرته الإغاثة الإسلامية في عام 2008 أسس حفظ الله منتدى الجمعيات الخيرية الإسلامية والمنتدى الإنساني الذي يسعى إلى تعزيز الشراكات والتعاون بين المنظمات الإنسانية والخيرية في جميع أنحاء العالم علوة على ذلك أسس بيت الزكاة للمساعدة في النمو المؤسسات الخيرية الجديدة وهو رئيس منتدى الجمعيات الخيرية الإسلامية الذي يهدف هذا المنتدى إلى تحسين مساهمة الجمعيات الخيرية الإسلامية البريطانية في التنمية الدولية فإذن نحن أمام قامة من القامات في هذا المجال الخيري والإنساني ودون إطالة ومرروا الكلمة لفضيلة الدكتور هاني البناء ليبسط لنا إن شاء الله تعالى أرضية اختار أن تكون عرضا ثم بعد ذلك نفتح الباب لأسئلتكم ومناقشاتكم فلتتفضل فضيلتك مشكوراً مأجوراً مرحباً بك الحمد لله والسلام على رسول الله ورمضان الكريم علينا جميعاً في كل العالم لكن على كل البشر آمين يا رب العالمين عشان ندخل البهجة والسرور على المسلمين وعلى غير المسلمين أنا سعيد جداً 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 إننا بتحكلم على أرض المغرب لأننا المغرب من البلاد التي أعشقها كثيراً لأنها أرض حضارة ونهضة وتاريخ وثقافة وأدب وإبداع فده بيخليني أحب المغرب جداً كما أحب كل دولة أقامة حضارة كمصر كتركيا كسوريا كاليمن كليبيا كذلك العراق وغيرهم إن شاء الله اليوم هنتكلم عن أشياء داخل الصندوق وأشياء خارج الصندوق اليوم أغلب الكلام اللي أنا هقوله أنا كتبته في تحديات وما هي التحديات إن أنا أرجو وأتوسل إليكم جميعاً أن تكتبوا وتؤثروا وتبلغوا وتؤمنوا بما تكتبون وتنشرونه على عالم كله أنتم لستم أقل من أي حد في العالم أبداً أبداً كل الكلام اللي أنا كابه ده جيه نتيجة سعي في الشوارع المختلفة والمدن المختلفة والقرى المختلفة والقارات المختلفة لكن جيه من واحي معانات وصبر واستبار أصحاب الحقوق من الفقراء والمساكين والأرامل واليتامل أنا بطل تسميهم مستفدين لأنه في إهانة هم أصحاب الحقوق الذين ينفقون أموالهم التي نجمعها علينا نحن في رواتب فنستفيد فيها في بيوتنا وفي حياتنا العامل لو كان العرض جاهز يا دكتور يعني ممكن تحطه على العرض هلو؟ الشريحة اللي بعد كده الفهرس ده زي ما انت شايفين فيه حوالي 12 نقطة 12 نقطة أنا كاتبها من وحي أصحاب الحقوق أول نقطة هنتكلم فيها الشريحة اللي بعد كده الشريحة اللي بعد كده هو المدخل المدخل إننا لن أريد أن أثبت للعالم الذي أعتقد أنه عالم متحضر أن الإرهاب لا يستلوا علاقة من الإسلام أبدا دي كان فيه جلسة رفيعة المستوى في جينيفا في الأمم المتحدة وكنت أنا قاعد في الجلسة دي حضرها كان فيها كل الأهيئات الكبرى الإنسانية في الأمم المتحدة وشعرت في هذه الجلسة منذ 16 سنة إن فيه تغليف لربط الإسلام بالإرهاب فأخدت الكلمة كنت منفعل يعني من 16 سنة قالت لهم لا تربط الإسلام بالإرهاب الإسلام دينا أتى فأنقذ البشرية مرات ومرات ومرات من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وأفرز حضارات من كل مكان عاش فيه المسلمين داخل هذه الربوع في هذا الكوكب الأرضي خلقت حضارة من الأندلس خلقت حضارة من بغداد وكوفا والعراق خلقت حضارة من دمشق في الشام خلقت حضارة من تركيا كذلك وخلقت حضارة من أماكن مختلفة كثيرة جدا فحذاري أن تربطوا الإسلام بالإرهاب الإسلام هو دين لن يستطيع أحد أن يقضي عليه دي الهوية تحت كل واحد مننا التي لابد علينا أن نعتز بها إسلام دين العد والحرية والحقوق والمساواة والحضارة والنهضة وأنتقل معكم للمفهوم الثاني هو المفهوم العمل الإنساني هو عمل لا يعرف الآراء الشخصية ولا الانتماءات الحزبية ولا الفكر الأحادي فالعمل الإنساني عمل شمول يسع الجميع وعال العميلين فيه ألا يتلون بلون ما وأن يحتفظوا بآراءهم الشخصية لأنفسهم لأنهم عرضوها لأنهم إن عرضوها على المجتمع سينقسم المجتمع من خلالهم دي خطورة أنك تكون أنت تعمل عمل مجتمعي عمل إنساني عمل خيري وتفرض رأيك على المجتمع لأنهم مجمعين لأنهم مجمعين وليسوا مفرقين مبصرين أصحاب العمل الخيري والإنساني والابتماعي أنتم مجمعين وليسوا مفرقين مبصرين ولستم مضللين موجهين ولستم مغيبين فلابد أن تحولوا طاقة غضبكم إلى طاقة إيجابية للمجتمع تنفع وتبني المجتمع وتوحده وتقوي أنسقته ده اللي أنا أتكلم فيه عملنا عمل شفاف يجمع لا يفرق ويبني ويقوي ولا يهدم الشريحة اللي بعدها العمل الخيري مهم لأخلاق وقيم ومبادئ متعارف عليها لماذا؟ لتحسين واصدقرار الأمن والأمان المجتمعي لكافة أفراد المجتمع وضعوا تحت كافة كل الخطوط الحمراء والسوداء العمل الخيري هو فطرة موجودة داخل كافة الخلائق وهو فرض عين تكليفي على الجميع أغلب المبادلات الإنسانية تكون بداية عاطفية بطريقة فعالية لحب الخير وعمل الخير لذي يدعى الإنسان يفجر طاقاته ويفجر ملكاته وستطيع أن يتمكن في حب المجتمع فنحن بدأنا ونبدأ بطريقة عاطفية لأنها فطرة ثم نتحول إلى التأثير ونتحول إلى التنمية ونتحول إلى التوجيه ونتحول إلى أبحاث إلى آخر ده أهمية العمل الخيري اللي هم نتكلم عنه باعتباره قيمة إنسانية جامعة لشتات المجتمعات وبانية للأنسجة المجتمعية ورابطها لكل نسيج بالنسيج الآخر وإن تمزقت هذه الأنسجة فأجمعها لعمل الخيري أو عمل المجتمع المدين نقطة البعض ده بعض الأخلاقيات اللي لابد يتحلى بها كل مننا وأكثر لكن المسؤولية تقع فين يا شباب؟ المسؤولية تقع أنك سفير الفقير سفير اليتيم سفير الأرملة سفير الفتاة والمرأة والطفل المغتصب سفير الشيخ الكبير والعيال الكثير سفير المهجر والمشرد والنازح واللاقي سفير كل هؤلاء فحذاري حذاري أن لا ترتفع بقمتك وعلمك وشخصيتك إلى مستوى مسؤولية هذه السفارة لأنك إن أحسنت دخلت بهم الجنة وإن أسأت أنا دخلت بهم النار المسؤولية هنا مش مجرد بعض الأخلاقيات اللي أنا كاتبها هنا لا المسؤولية مسؤولية فردية على كل من نصب نفسه لهذا العمل أن يدع نصب عيني أو أن تدع نصب عينيها هذا التف وهذه الأرملة وهذه المرأة وهذا الشيخ وهذا المريض وهذا وهذا وهذه وهذه لماذا؟ لأنني إن فشلت في السفارات من أجلهم داعت حقوقهم فلذلك لذلك يا شباب حذاري ألا تعلوا بأنفسكم إلى مستوى هذه المسؤولية لأنها تدخلك الجنة من كافة أبوابها وتسعيدك في الدنيا وتعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال أحد فكن في هذه الأخلاقيات وغيرها 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 العمل الإنساني والعمل اجتماعي والعمل الخيري روح وحياة ونور وضياء في قلوب من؟ في قلوب العاملين وقلوب أصحاب الحقوق من الأيتام والأرامل كلهم جميعا نور إيمان يبثوه الله سبحانه وتعالى داخل قلب العامل المكافع المنادل الذي يقف من أجل حقوق أصحاب الحقوق هذه الأخلاقيات حذاري ثم حذاري ثم حذاري أن يتحول العمل هذا إلى عمل تجاري أو عمل إعلامي أو عمل أي عمل آخر ليست فيه روح ولاست فيه حياة ولاست فيه وجود ولاست فيه مستقبل ولاست فيه حب ولاست فيه ود وتكامل وتشارك مع كل مكون مجتمعي نعيش داخل أروقة مجتمع هذه المكونات الشريحة اللي بعدها العمل الإنساني ليس هو العمل الإغاثي فقط بل يشمعاً جميع أنواع الأعمال الإغاثية كما الصبعية وحروب ما بين سوريا وبين اليمن وبين التصحر والجفاف في أفريقيا والصحراء الغربية في أفريقيا وبين ميانمار وبين الروهينجا وبين فلسطين وبين الكونغو الديمقراطية وبين أوكرانيا وبين كل هذه المجتمعات لأنهم بشر 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 هم هذا الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل أيضاً العمل الإنساني يشمل العمل التأهيلي الذي يؤهل المجتمعات الأبلاء كده رجع على الأبلاء التأهيلي الذي يؤهل المجتمعات في مراحل نموها الأفقية والرأسية الأفقية الممتدة عبر القرات والرأسية المختلفة الممتدة عبر الحرفيات المختلفة وأدفع المجتمعات إلى النمو وإلى الرخاء العمل المجتمعي المكون لمؤسسات المجتمع المدني الخادمة لكافة أنسجة المجتمع المدنية ومكوناتها العمل الأهلي غير الربحة كل هذه الأشياء أعمال إنسانية أعمال إنسانية أعمال إنسانية تقوم على موضرات وتقوم على حاجة أصحاب الحقوق الشريحة اللي بعد كده العمل الإنساني هو أهم عمل له قوة ناعمة معناها قوة ناعمة لكل مجتمع قوة ناعمة منها الإعلام والأدب والفن والثقافة والأزياء والطعام والرياضة والتكنولوجيا والدين والتجارة واللغة والتعليم الأخير أما أهمهم الذي يدخل إلى كافة المجالات المجتمعية في كل زمان إنما كان فهو العمل الإنساني كل هذه الأشياء قد لا تدخل أماكن الصراع لكن بالعمل الإنساني كنا في الشيشان منذ عام 1995 وما زلنا في الشيشان إلى يومنا هذا كنا في البصنة وما زلنا في البصنة وكنا في الصين إلى آخره إلى آخره إلى آخره وكنا في جنوب السودان وما زلنا في جنوب السودان بالرغم من نجول هذه الصراعات المسلحة بين المسلمين وبين غير المسلمين لأنها هو القوة الناعمة التي تستطيع أن تدخل لكل هذه الأماكن وغيرها للتشريحة اللي بعدها إذا أتكلمت هنا على القوة الناعمة في بعض تعريفات بردك أنا حطتها يا شباب حتكلم فيها بسرعة من هو المواطن المدني؟ هو المواطن الذي ليست له صفة أمنية وصفة عسكرية أو صفة بوليسية أو صفة استخباراتية يعني هي مدنية؟ دي تعريفات أنا أؤمن بها قد تكون هناك تعريفات أخرى لذلك أنا أدعوكم جميعاً أنكم كلكم تضعوا من تعريفات ما تؤمنون به المدنية ليست موضة ليست فستان أو بدلة أو جزمة أو تسريحة شعر أو لون شعر أبداً مدنية ثقافة فلسفة نهضة تقدم يصنعه الإنسان المدني المدنية صناعة المدنية علم ومعرفة ليست موضة ليست شراب نشربه كما نرى في الأفلام والمسلسلات الموظف المدني هو الموظف غير العسكري وغير الاستخبارات وغير الأمن المجتمع المدني هو مجتمع كل المواطنين كل المواطنين نتكلم عنهم ومؤسستهم الموجودة اللي بيخدم المجتمع من الداخل يحميه من الخارج المواطن العسكري يحمي الوطن ويحميه من الداخل المواطن الأمني فلذلك الأمن والجيش لهم صفة تحمي المواطن المدني والمجتمع المدني لبعدها مؤسسة مدنية أيضا هي المؤسسة اللي لا تنتمي للمؤسسة العسكرية أو المؤسسة الأمنية بما فيها هنا بقى دي نقطة فيها تحدي يا شباب ما فيها الكنائس والمعابد والمساجد أراد بعض المفكرين بعض المفكرين أن يحيدوا هذه المؤسسات على جانب أنا أقول لا لأن هذه المؤسسات من موجة نظري أنا هي مؤسسات مدنية لها صفة وليست مؤسسة عسكرية أو أمنية فلابد أن نعتبرها مؤسسات مدنية حكم المدني وحكم المواطن المدني الحكومة المدنية اللي بتكون منها المواطنين المدنيين القانون المدني اللي بيعملوا المدنيين إلى آخر إله دي كل التعريفات دي بفضل أسمحة أنا لكتبتها فلذلك أرؤول مرة أو اثنين وثلاثة أشجعكم أن كل منكم يكتب هتكتبوا أحسن من مكتب مئة مرة أو ألف مرة لبعضها يعني أيدي بالمسيح الشعبية أنا تكلمت عن مجتمع مدني تكلمت عن مدنية تكلمت عن عمل الإنساني لأن أنتم مستواكم أعلى من الكلام بتاعي أنا مش هتكلم في كلام التقليدي مشاريع وكذا وكذا لا تكلمت عن مسؤولية العمل الإنساني اللي بيحملها الإنسان كلمت عن تعريف أصحاب الحقوق الآن نتكلم عن الدبلوماسية الشعبية حركة توعية طبيعية غير حكومية لمجموعة من فئات الشعب المختلفة من الجمعيات الغير الحكومية الرموز القيادات علشان تتبنى قضية وطنية محورين قضايا الوطن وده جزء من التكوين المجتمعي اللي احنا عايشين فيه لها رؤية تبني التحالفات الشعبية بين نفقات الوطن الواحد في الداخل وبين مثالاتها في الأوطان الأخرى لها هدف هو كسب التأييد الشعبي لأهداف القضية المحورية ممكن تكون البطالة ممكن تكون العنوسة ممكن تكون الصحر والجفاف ممكن تكون التغير المناخي وغير كده يقوم بعدها كسب التأييد الشعبي والرسمي في الدول الأخرى لها رسالة تنشر الوعي المجتمعي الحقوقي الإنساني والسياسي بين فائد المختلف تمولها يكون ذاتي من أفرادها أو جمعياتها الغير حكومية أو النقابات أو الاتحادات الغير حكومية أو رجال الأعمال الوطنيين معاييرها الحيادية والاستقلالية والشفافية والتكامل والتواصل والتشبيك ومثلاتها والالتزام بالقانون الدولي المحاذير فيها ألا تسيس ألا تسيس من جهة حكومة ما أو حزب ما ده دبلوماسية الشعبية تعريف لأن أنا آسف نقول أن لأن إحنا وإحنا نشتغل في الشارع لابد نعرف هذه المكونات لابد نعرف ما هو تعريف مثل هذه المصطلحات السلاحة اللي بعدها في دبلوماسية إنسانية أيضا دي من أقوى الدبلوماسيات النعمة ليه؟ لأنها بتتعامل بمعايير إنسانية فضفاضة تجعلها قادرة على التدخل والنفوذ والنفاذ إلى أماكن مختلفة وكان إحنا نلقاء في 2005 أو 2006 أو 2004 في مدينة بروكسل في بلجيكا وكان جالس جنبي أحد الزباط بتاع حلف الأطلانطي قلت أنا بكلم بقول فيها إن الأمور اللي فيها التباحث في السلام والأمن المجتمعي في الأماكن اللي فيها صراعات مسلحة لابد أن يكون شريك أول وفاعل فيها هي مؤسسات المجتمع المدني الوطنية المحلية والمؤسسات الإنسانية الدولية فبصري قال لي يعني ليه؟ هو عسكري طبعا قلت له لأن خبرتها أكثر من خبرة أي وزير يأتي من بلجيكا أو يأتي من فرنسا أو يأتي من بريطانيا أو يأتي من أمريكا عينة بالأمس أما هؤلاء الإنسانيين الاجتماعيين الذين يأتون من الخارج أو يكون في داخل الدولة فلهم خبرات متراكمة تستطيع أن تكون فاعلة في إحداث السلام والأمن المجتمعي في هذه المجتمعات المتحاربة بس تحت إطار الأمم المتحدة لكي لا يتهمها وفي هذه الدبلوماسية الناعمة أن أنتم في هذه الأماكن عندكم شخصية اعتبارية ليست شخصية سياسية أو عسكرية أو أمنية أو متطرفة ليه؟ لأنكم تتبعوا قواعد الحيادية والاستقلالية والشفافية والمرجعية والإنسانية وكل هذه الأشياء وعدب الإنحياز وعدب الإنحياز وقد تكون هذه الدبلوماسية الإنسانية التي تفكروا فيها إذا تطبقوها لمجتمعاتكم التي تعملون فيها في الداخل أو المجتمعات التي تعمل فيها في الداخل قد تكون حلاً لعدد من التحديات لا تواجد المنظمات الإنسانية وخاصة أنا مش فاكر بس النقطة في الآخر مش مهمة ممكن أن تطوروا أكتر وتؤثروا لها أكتر من هذا السريحة اللي بعد كده كل هذه النقاط أنا بحطها إليه لأنها قد تكون أنا مؤمن بيها 100% وقد يكون بعدنا عايز يعملها وقد يكون بعدنا ما سمعش عنها من أدوار مؤسسات المجتمع المدني والتطوعي والخيري أول حاجة دور بيقوم بها مقامة التغيرات السلبية ليه؟ لأن إحنا عندنا معرفة الحاجة المجتمعية من القاعدة للقمة فهم القيمة العالمية للدور المحدد لأفاق العمل خير الإنساني المنافسة مع مثلاتها الدولية في طريق القضايا وأجهد الحلول دي كل دي أدوار العمل الخيري اللي بنتكلم معنا والعمل مجتمع المدني ده مش فقط أكل شرب نايم شرب لا لاales ده جزء بسيط رمضان جزء بسيط منو الأضاعة جزء بسيط منو ملابس العيد جزء بسيط منه لبس العيد جزء بسيط منو البيق جزء بسيط منو كل دول جزء بسيط من هذه المنظومة المسوعية الصناعية الصناعة مجتمعية تبني المجتمع من القاعدة إلى القمة من براتنا أخرى من أدوار المنافسة مع مثلاتها الدولية صارح القضايا وإجاد الحلول كنا في 2006 في نيويورك طلبنا كوفي عنان يعني الأمين العام للأمم المتحدة السابق علشان قضية دارفور وكنا حاجة وعشين مؤسسة دولية وكنا إحنا المؤسسات دولية الوحيدة اللي ليها هوية إسلامية هوية ثقافية إنسانية إسلامية وكلهم والله يعني بدون أن أنا أجزم بأي كأن أحدى وزراء الخارجية في دولة ما تتكلم كلهم كانوا متفقين على شيء واحد إن إحنا لنصي العمل فعليين اللي هو المجتمع الدولي يتدخل عسكريا في خضية دارفور إحنا قررنا واجتماع لينا قبل مسافرنا نيويورك إن إحنا إذا كان في أي تدخل عسكري خلال دارفور من 16 سنة أو 17 سنة يكون بعد موافقة الاتحاد الأفريقي بعد موافقة الجامعة العربية بعد موافقة منظمة التعاون الإسلامي خلاص إحنا عندنا طلب وعارفين كيف ينفذ هذا الطلب فلما جاءت رئيسة الجلسة ونفروضي هتتكلم مع كوفي عنان بعد ساعة قالت إحنا عندنا إجماعة قلت لها لا ما فيش حاجة اسمها إجماعة قلت لها أنت مين قلت لها أنا الإغاثة الإسلامية ما فيش إجماعة إحنا عندنا رأي مختلف تماما عين أنت بتقوليه بتتكلمي كأنك وزيرة خارجية دولة ما لما دخلنا مع كوفي عنان رجل كان ذاكي جدا بص للأسماء الحضور إلى مؤسسات لا إحنا الواحدين المسلمين حب يسمع مننا بالرغم أننا مكنتش لئيسة الجلسة ففي الآخر الدنيا إيه هو الفرصة عشان أتكلم فلما أتكلمت قلت له لا تكرروا ما فعل في العراق لأن السودان إذا حدث فيها هذا سيقول الرئيس أو المسؤولين هناك هيا على الجهات فتأتي القوائل من غرب أفريقيا وشرق أفريقيا وجنوب أفريقيا وشمال أفريقيا لتتحول هذه المنطقة إلى معركة حادة بعد هذه الزراسة لأنه فاهم أفريقيا وفاهم الثقافة في أفريقيا وفاهم التركيبة الاجتماعية في أفريقيا والتركيبة القابلية في أفريقيا فلم يكن إجماع فكان وظيفة مؤسسة واحدة فقط يا شباب أننا ما يكونش في إجماع يضغط على مجلس الأمن أو شركاء مجلس الأمن أنه يتدخل عسكريين تحت ذريعة أن كل المؤسسات الدولية بمجنة 25 أو 26 مؤسسة في العالم قالوا أننا عايزين تدخل عسكري ليس تحت غطاء الأمن بتاعتها فده بالنسبة إيه لأن أنتم قادرين على تضعوا بصماتكم في أماكن مختلفة فلابد أن ترتقوا وترتفعوا في هذه الأجتماعات لكي تدلوا بأصواتكم من الوظائف بتاعته أيضا إبراة قادة قادرين على وضع بصمات محلية في الساحة الدولية وعندنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دلوقتي خريجين من المؤسسة اللي في الأمم المتحدة وفي أماكن مختلفة كثيرة أنا ما قدرش أتكلم عنهم يعني أنت أعتبر دعاية كبيرة لكن هم مواجهين الحمد لله الشريحة لبعد كده كيف تقاصي الأعمال بمدى تأثرها في البناء الإيجابي نحن نريد أن نبني مجتمعا متماسكا متميزا بتنوعات بدينا مهمة جدا 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 بتنوعات عطاءات الثقافية يعني معنا إيه؟ عطاءات ثقافية فكرية عرقية دينية وتاريخية يعني معنا إيه؟ كل الثقافات وكل العرقيات وكل الفكر وكل أجيان والتاريخ المختلفة تبني مثل هذا المجتمع المتمسك ولا نحكم أحد منهم على الإطلاق هنا أديكم القصة اللي حصلت لنا إن إحنا كنا عايزين نبني خزينات مية فوق جبال كاشمير جبال كاشمير حولتها 3000 متر في أسطح الأرض أسطح البحر سوري عشان تستوعب ألاف الجانونات بتاعت التلوك اللي بتسجح أول أمتار للتنزل لأن ساعاتها لما جيتها أنا رحت لكاشمير في 97 كاشمير باكستانية لقيت البنت يعني البنت مش الوالد أولاً بنت ممكنتش ممكنتش بتروح المدرسة تنزل خمس ست مرات كل يوم عشان تجيب المية من الوادي ما فيش وقت بقى تروح مدرسة بيه أول ما عملنا الخزينات دي ازداد عدد الطالبة خاصة عن الطالبات في المدرسة دي نمرة واحد لأن المية أصبحت تأثير لكل بيت نمرة اتنين ازداد عدد المنتجات في السوق المحلي لأن المرأة في البيت بتجيبها المرأة إلى المية ممكن تعمل أي شيء تبيعها في السوق المحلي والزراعة أمام البيوت اللي على القمام الجبال في كاشميت ازدادت محاصيل مختلفة وهكذا فانت بتقيس العمل بالمنتج اللي ممكن تحصل بعد السنة أو سنتين أو ستة شهر أو ثلاث سنين لكن لابد كل مننا بثقافته وعرقيته أن يكون مشارك في بناء هذا النسج المجتمع بعدها دول بعض الأشياء أنها قد تكون مدخل بالنسبة لي معكم الآن أنا هتكلم على أفاق قديدة يكون فيها تحديات قد تكون موجودة أو قد تكون غير موجودة وقد تكون مهملة ودي أحلامي أحلامي ورؤاية للقطاع كله سواء كان في المغرب العربي أو كان في أفريقيا أو كان في شمال أفريقيا أو كان في آسيا أو كان أي مكان في العالم أول شيء لابد أن نستثمر فيه أقسام الدراسات والبحوث لا تقدم مجتمعي بدون أرقام مبنية على بحث مجتمعي ودراسات مجتمعية دي نمرة واحد الحاجات دي أخلي بالكم أنا عملت فيها أوراق بس أنا أقول عنوين الأوراق لابد أن نغير الوصف الوظيفي للعملين في العمل الخيري فيكون داخل وصف الوظيفي وقت محدد لكي يستطيع الإنسان الموظف أو الرئيس أو المدير التنفيذي أو مدير الإدارة أو الأخير يستطيع أن يقرأ ويستطيع أن يتطلع أو تستطيع أن تتطلع ويستطيع أن ينتج خلاف العمل المكتبي الإدارة للبحث من 70% للرئيس والمدير التنفيذي يكون هذا الوقت لأنه وظيفته وظيفته أبدا بشأنه يدير شؤون البرامج وظيفته يوجه المؤسسة وظيفته يأتي أو وظيفتها تأتي بالأفكار الجديدة والدراسات الجديدة وتذهب المؤتمرات التي تأتينا بكل هذه الأراء الجديدة أن ننشئ داخل مؤسساتنا إدارة جديدة سميناها إدارة السلوكيات الأخلاقية في العمل الإنساني حالياً نحن عندناها جسمها الموارد البشرية والأسف يا شباب جميعاً أخوات والإخوة الموارد البشرية أصبحت هي دلوقتي تعتبر إدارة اللي هي بنسميها زمان اللي هي التوظيف والتشغيل لا أصبحتش تنمية بشرية لمثل هذه الإدارة لابد علينا يا شباب نؤمن بأننا نعمل كتل حارجة يعني هيو كتل حارجة في بعض الأنظمة اللي ما فيهاش حرية كافية لا يسمحوا ببناء هذه الكتل حارجة اللي هي مسميها بالإنجليزي قد يسمحوا بأن يكون في إنسان جيد لرأيي كذا يتكلم لكن يكون شيء هيكله كبير يؤثر على السياسة أو يعمل مجموعة ضغط على حكومة لا الشيء دي موجودة في الغرب فلابد نؤمن أننا كمؤسسات مجتمعية أن يكون لنا أفراد حارجين وكتل حارجة لابد يا شباب جميعا نؤمن ببناء قيادات المستقبل دي أفاق وأنا رئيس الجمعية وأنا مدير الجمعية وأنا مدير تنفيذي للجمعية لابد علي أن أخذ الجيل الثاني والثالث من الشباب والشباب مؤثرهم على أن يكون هم والشباب والقيادات المستقبل وإلا ستكون مؤسس دي تعتبر عاقيم أو عاكر لابد علينا يا شباب في كل منطقة في العالم العربي والعالم الإسلامي نبرزوا للمرأة والشباب لأنهم يمثلوا أكثر من سبعين في المئة من المجتمع المرأة لها خصائص الشباب لهم خصائص الرجال لهم خصائص لابد القيادة تستوعب هذه المكونات الثلاثية المرأة والشباب والرجال دي أفاق في جمعياتنا عشان كده أنا مش بتكلم عن أشياء يعني أنا أتكلم عن أحلام عندنا ورؤى عندنا عشان أنتوا تعملوها أنا خلاص أصبح لي من العمر قليل الفاضل أما بالنسبة لكم أنتوا أنت لكم مستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى فدور المرأة والشباب في العمل الإنساني والعمل المجتمعي دور مهم جدا جدا وديكم مثل رحنا مرة في حتة اسمها منديرة في شمال كينيا شمال كينيا وكانش معنا ولا شابة وكنا كلنا لحانة كبيرة بسم الله ما شاء الله والغبار بتاع الأرض كان أحمر وكانت العربيات ما فيهاش تكيف فخرجنا من العربيات اللحة البيضة واللحة السودة عليها تراب أحمر فالأطفال كان معياته كاننا خارجين زي إيه شكلنا غريب يعني فالمرأة كانت خايفة السنة اللي بعدها لما رحنا لنيجل ومالي وتشات خدنا معنا ثلاثة من الأخوات البنات كان استقبال النساء واستقبال الأطفال ليهم غير عادي على الأطلاق ليه؟ لأن دي طبيعة البشر طبيعة الطفل وطبيعة المرأة مش هنغيرها للطبيعة اللي ربنا سبحانه وتعالى حطاها داخل أفئدة الأطفال وأفئدة ايه؟ النساء الأفاق الجديدة بعدين فضل الشريحة اللي بعدها لابد نتعود أننا نبني اتلافات واتحادات وتكتلات ومجموعات ضغط ومنصة أنا بس بمشي بسرعة في الحاجات دي كلها عشان الوقت لازم أصبح فرد عين عليها ما ننفعش نشتغل لوحدنا أنه عندنا سبعة مليون سوري نازح في الداخل وعندنا خمسة مليون واربعة ونصف مليون سوري في الخارج وعندنا تسعتاشر وعشرين مليون يمني تحت حد الفقر بيأكلوا ورق الشجر ده بس في بلدين وعندنا في جنوب السودان وعندنا خمسة مليون نازح داخل كونجو الديمقراطية وعندنا مئات الآلاف من التشاديين المشردين بعد المواجهات المسلحة وعندنا أربعة مليون نازح ولاجئ في أوكرانيا وخارج أوكرانيا وعندنا في فلسطين وعندنا في لبنان وعندنا في العراق ما زال في بعض الناس في مخيمات لنزوع في الداخل في العراق موجودة خاصة في الشمال الغربي الشمال الشرقي كل هذه الأشياء فلن نستطيع أن نقف إلا نكون متكاتفين ونعرف معنى إيه اتلاف معنى إيه تشبيك معنى إيه تنصيق معنى إيه بناء قدرات لنا كلنا لابد علينا من التحديات الجيدة أن نصنع ثقافة وقيم وفلسفة ليه يا شباب؟ لأن كل هذه الثقافات والقيم والفلسفات بتأتينا فنتبعها لذلك نمشي وراء الآخر شمبر بشمبر وذراع بذراع حتى إذا دخلوا جحر دب دخلنا وراءهم دون أن نفكر ونعتقد أن هذا مدنية لا هذا تخلف مننا من من نين يصنع ثقافة ومن من نين تصنع قيم ومن من نين تصنع فلسفات بس ما حلق أمس عن رحمة الله عليه الإمام ابن ثيمية تعرفوا ثيمية تلعت مين؟ عشان الناس اللي بيقولك المسلمين دون متخلفين ما بيدوش للمرأة دور ثيمية دي تتلع جدته 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 مش أبوه ولا جده ولا عمه ولا خاله وانتسبوا إليها جميعا الأم التي كانت في وسط آسيا تصهر على أن تعلم أبنائها اللغة العربية ليخرج منهم كل هذه الكوكبات من العلماء حتى أن من وضع قواعد النحو كانت سيباوية شفت بقى الأم دورها إيه؟ اللي ساعة تجي قلنا أصلي أنتوا بتحتقر المرأة مرأة إيه؟ مرأة دي مدرسة بالنسبة لنا لم يُعطي المرأة حقها في العالم منذ الخليقة إلا الإسلام من منها سيؤطل لقوانين المستقبل؟ العمل الخيري والإنساني مش مجرد أكل شر بنائهم بس لا 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 نرتقي إلى أن نؤطل قوانين لأنه عندنا خبرة لأنه عندنا رؤية لأنه عندنا هدف عندنا رسالة عندنا بعد فكري وثقافي وعقيدة عندنا هوية ولا بد علينا أن نكتب التاريخ لأن تكتب التاريخ لنا بأياد أخرى وهذا ما حدث وهذا ما يحدث وهذا ما نراه لم نعرف تاريخ الجزائر أو المغرب حينما كانوا محتلين محتلين كيف عادنا الشعب المغربي والجزائري الشعب الليبي الشعب التونسي وكل هذه الشعوب الأفريقية اللي كانوا يأتوا ببعض الأطفال الأفارقة ويحطوهم في أفص كده وكأنهم حيوانات وتنظروا عليهم لا بد أن نعرف التاريخ ولا بد أن نكتب التاريخ بأيادنا لا يكتب لنا كما كتبه من قبل ده دور من أدوار لعمل مدري لعمل مجتمعي ولعمل إنساني وده دورنا ودور المستقبل فلذلك دي أفاق جديدة لنا يلا دكتور اللي بعدها في موضة جديدة خلعة دلوقتي بدأت من 2015 داخل منظمات الأمم المتحدة جمع أموال الزكاة أنا في بعض الآراء الفقهية اللي أجازت في بعض الأقراء المجتمعية التي لم تجدها مش حكستي في الخلاف دلوقتي لكن أنا هقول لكم الزكاة ما هي القوة النعمة للإسلام والزكاة أو للزكاة بالذات الزكاة بتعمل لنا إيه علشان لما حد ييجي يخل مننا الزكاة نقول له الزكاة بتعمل دول تستطيع أن تقدم الزكاة إن كنت أنت غير مسلم أم لا إن كنت أنت غير مسلم أم لا اللي بعدها هذه الأدوار اللي ما للزكاة بيحققها لنا إنشاء ثقافة بنقفل سفا عمل فنون وآداب وإعلام كل هذه بصبغة وبنكهة إسلامية تأثير لقيم جديدة ترسيق المبادئ ليه؟ لأن اللي بيأخذ الزكاة ويوزع الزكاة هو مسلم زي وزيكم على أصحاب الحقوق فأنا كنت بشوف الحتة دي لما كنت بنزل في أماكن مختلفة وأحدهم كانت الشيشان في عام 1995 كنت في جروزني في بعد مقتل جوهر دوديف اللي هو كان رئيس الجمهورية رحمة الله عليه كان فيه معركة حولنا الأصر الجمهوري كمية الدمار اللي كانت في جروزني لا يتخيلها أحد كمية التلقات الفارغة اللي كانت تحت أربلنا لما دخلنا لا يتخيلها أحد كان معانا هدف إن احنا نروح عند القصر الجمهوري نرفع للشعار بتاعنا وناخد صورة أول وأجمل كلمة أنا سمعتها في حياتي بنت صغيرة كده عندها يمكن 14-15 سنة بسط على الشعار ما قالتش هايون البنة ما قالتش محمد ما قالتش محمود قالت إسلاميسكا تعرفوا يا شباب كلمة إسلاميسكا اللي قالتها دي معناها إيه معناها الرباط معناها الحب معناها الود معناها الأمل معناها الحياة معناها النصرة معناها المؤذرة إسلاميسكا كلمة واحدة يتحرك لها الجبال لأنها تخلع الجبال وده جزء من الزكاة هل آخرين سيستطوع سيستطيعون بصرف أموال الزكاة ترسيق المبادئ كتابة التاريخ بناء ثقة الشعوب فينا إن في ناس جاي تساعدنا ده القوى النعمة للزكاة بتهونة هي الرافط المجتمعي بين المجتمعات لما يلاقوا شاب جاي من أقصى البلاد في الغرب من مغرب أو من أمريكا ورايح ل جنوب أفريقيا أو رايح للصين أو رايح لعندونسيا أو رايح لميانمار الرباط 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 البجتمع اللي بعدها يا دكتور من اللي حيبنلنا لمؤسسات المجتمع المدني لما تؤخذ منهم اللي أموال الزكاة من اللي حيبث الروح ورسالة الإسلام مهما كان إسلاموفوبية لن نستطيع أن يحيا بدون الإسلام لن يستطيع العالم أن يتقدم بدون الإسلام لن نستطيع الشعوب أن تحرر أفكارها وفئدتها وتكسر قيودها بدون الإسلام بناء قراءات المستقبل نشر الرسالة الإنسانية للإسلام بناء ثقة الشعوب في المؤسسات الإسلامية برد قيمة السنة والأحديث النبوية صناعة نجوم إنسانيين إسلاميين وحربة التطرف والصدام والانغلاق والتشد فلا تنخدعوا من يقول أنكم سنوصل الأموال فقط أنتم نتستطيعون إيصالها لكن عليكم أن تقول لهم دعونا نحارب الإسلام دعونا أن نمنع البنوك من أن توقف تحويل الأموال دعونا أن نمنع تصنيف الجمعيات والمؤسسات ونحن نتعامل معكم أنا بكده اللي بعدها كده يا أخ دكتور أنا كده انتهيت من كلامي معكم في هذه الساعة وكان فيها ما بين أشياء فيها تحديات وأشياء فيها أعفاق أننا أعرف جميعا أنكم جميعا أعلى مستوى مني ولذلك أردت أن أرتقي إلى قامتكم جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حي الله القوالين بالحق أهل الميدان سفراء الإنسانية وسفراء الميدان ولشك أن الذي له تجربة مهما صورت في نزول لمناطق الحاجة وفي مخالطة الأيتام ومخالطة الأرامل ومخالطة المحتاجين والأكل من طعامهم والمبيت في حيث يبيتون في بيوتهم الهشة والنظر إلى مساجدهم ومدارسهم وحقولهم لشك أنه يكتسب هذه الرهاخة وهذه التعابير الجياشة ولشك أن هذه التعابير الجياشة التي عبر عنها الدكتور هاني البنة حفظه الله هي ما يكون حافزاً لعمل الخير حافزاً للمواصلة إن شاء الله تعالى استجابة لداعي الله تعالى سبحانه والزوجل الخالق ولدواعي الإنسانية والعيش المشترك مثل ما ذكر فضيلته سريعاً هكذا أحاول أن أقف على بعض رؤوس ما تحدث عنه وإلا فهو حفظه الله تكلم في ما يتعلق بالتنظير للعمل الخيري وفي ما يتعلق بتنزيله وهذا من قوة هذه الورشة وهو أنها دلت على قناطر لتنزيل ما تحدثنا عنه في المحاور السابقة من هذا البرنامج تحدث الدكتور قرداغي حفظه الله عن أخلاق السلم والرحمة والتعاون من منظور فقهي فقه الميزان مقاصدي تحدث الدكتور أحمد الفراك عن فلسفة المشترك الإنساني أيضاً من منظور فلسفي تحدث مويس ماطو الإسباني عن فلسفة لا عنف والعيش المشترك والتغيير بالسلم هذا أيضاً من منظور تاريخي فلسفي والآن هذه الورشة تنزل كل هذه المعاني إلى أرض التنفيذ وهذه من قوة هذه الورشة فأنا سأل الله تعالى أن نستفيد منها قل تحدث عن مفهوم العمل الإنساني أنه لا يعرف الأراء الشخصية والانتماءة الحزبية إلى آخره تحدث عن أهمية العمل الخير باعتباره قيمة إنسانية جامعة تقوده قيم ومبادئ أخلاقية متعارفة عليها وأنه فطرة وهذه النقطة غاية في الأهمية موجودة داخل كافة الخلائق وهو فرض عين تكليفي على الجميع تحدث على أن أغلب المبادرة الإنسانية وهذا الذي كنت أشير إليه قبل قليل تبدأ بدايتها عاطفية بطريقة فعالية ثم بعد ذلك تتمأسس الرجاء من الإخوة الراغبين في التدخل رفع الأيدي رأيتما نسوق هذه الخلاصات ثم نستقبل أسئلتكم إن شاء الله وتعالى قبل أن يتحدث عن أخلاقيات العمل الإنساني وجرد مجموعة هرما من الأخلاقيات المرونة التواصل مع الناس إزالة العوائق المظهر أيضا الشفافية الحيادية غير الحيادية تقديم صلحة المجتمع وغيرها من الأمور الغاية في الأهمية العمل الإنساني وعلاقته بالعمل الإغاثي وأن العمل الإغاثي جزء منه العمل الإنساني والقوى الناعمة تعريفات تحدث عن مواطن المدني المدنية موظف مدني مجتمع مدني وغيرها مما يرتبط بهذه الصفة صفة المدنية وكل هذا تجدونه إن شاء الله في كتيب هذه الضورة الذي سيصدر إن شاء الله بعدها يضم كافة المحاور وكافة الورشات تحدث عن الديبلوماسية الشعبية والديبلوماسية الإنسانية أدوار مؤسسات المجتمع المدني والتطوعي الخيري تحدث عن مؤشرات قياس نجاح الأعمال الخيرية ونجاحها في البناء والتنمية وقد ساقى مثالا على ذلك تحدث عن آفاق جديدة الدراسات والأبحاث الوصف الوظيفي للعاملين إدارة السلوكيات وغير هذا مما يرتبط بالعمل الخيري المؤسساتي قبل أن يختم حفظه الله بحديثه عن الزكاة وأهمية الزكاة ولاش كأن الإسلام يفيد كثيرا العودة إلى نصوصه وما أسسه في هذا الجانب لطرح بدائل غاية في الأهمية ولاش كأنها تفيد الإنسانية إن شاء الله تعالى نرجو الله تعالى أن يفتح بذلك فتحا للعاملين إن شاء الله في العمل الخيري فإذن دون إطالة أستقبل إضافاتكم أو أسئلتكم نرتبها تباعا دكتور أقترح أن نأخذ ثلاثة مداخلات ثم بعد ذلك تتفاعل معها بالإجابة وإذا كان في أسئلة أخرى إن شاء الله تعالى نأخذها بعد ذلك إذن تتفضل الأستاذة لبناء الياسمين من لبنان الرجاء من الإخوة التقنيين فتح الميكروفون السلام عليكم السلام عليكم من من تركيا السلام عليكم جميعا والله يجزيك الخير الرجاء دكتور الرهاني محاضرة قيمة ورائعة بكل معنى الكلمة أستاذ هاني جميع الكلمات والمصطلحات التي ذكرتها في المحاضرة تنطبق على رؤيتي وأهدافي التي وضعتها من عشرة أعوام المشروع عندي كامل متكامل جدا واليوم كنت في حديث مع أحد المعلمين أفكارك كبيرة ورائعة جدا في العمل الخيري الذي استهدف نحضة كبيرة في العلم ونحضة في المجتمع لكن السؤال من سيدعم هذا العمل من أين سنحصل على الدعم اللازم لتنفيذ هذا العمل هنا السؤال المانح هو الدعم المادي الذي أهلني القيام به فكر تربوي بجميع المقاييس ونحضة كبيرة في العلم فبتمنى منكم أن أرشادي للجهة الممكن نستفيد منها والله يجزيكم الخير يبارك فيكم جميعا سهلتنا لأخ معزوزي نعم السلام عليكم حسوة الله بداي سنشكر الله لكم أستاذنا وحاضر وأحسن الله إليكم ونفع لكم إن شاء الله وشكر الله للقييمين على الدورة أخصوق في بلدي المغرب وفي مدينة خاصة العاصمة رباط نقول بأن المؤسسة الحكومية ربما لا تكفي وحدها للقيام بهذا العمل الخيري لذا نحاول أن تكون هناك جهود المؤسسات المدنية وجهود تطوئية فحاولنا من خلال رأي ذات المسجد وهم نساء يعني من عوام النساء حاولنا أن تكون هناك يعني وحد نموذج من خلال التعاون على كافة المستويات فحاولنا يعني في خلال أسق لكم هذه التجربة يعني تقول الأخت نعم العمل الخيري هو عمل كما أشار المحاضر جزاء الله خيرا في جانبيه المادتي منه المعنوي فلهذا نحاول يعني في تجربة متواضعة دامت خلال ما يزيد عن 20 سنة يعني تكون هناك يعني مساعدات على جميع الأصعيد أو جميع المجالات كانت هناك يعني على سبيل المثال في المجال الصحي تكون يعني دعوة لتقديم الخدمات العلاجية من خلال النشر التوعية، سبو الوقاية من خلال يعني لتنظيم دورات، ندوات معرفية بمشاركة يعني لمختصين كذلك في المجال الاجتماعي يعني الأولوية تقع على تقديم المساعدات يعني بكافة الأشكال الطعام، دوائك، ثغير ذلك للأسر في وضعية صعبة عن طريق جميع التبرعات والزكوات يعني نظر الكفارات يعني تعاون مع المحسنين في الباب للأسر في وضعية صعبة صعبة في الحال ومن خلال يعني يعني روح التكافل والتعاون والعمل على جميع يعني المستوية التعاوية ولهذا نحاول أن تكون هناك يعني الإحصاء للأسر ويعني المحتاجة بصفحة الماء والأراني بصفحة يعني تكون لهم كفرة شهرية، نعم رجاء الاختصار فقط نعم، هذا فقط تغيير يعني تجربة مسواضعة أسوقها إليكم ربما الأستاذة أشارت يعني كيف يعني في الباب دي يعني المادي منه خاصة يعني نقول الله سعى الأعلم أن تكون هناك خلق يعني فرص للعمل من خلال إنشاء مشاريع صغرات مثلا يعني هناك تبرعات قد تكون يعني باليسير من المال فتكون خلق يعني مشاريع سطراء أو إنشاءها يعني لعديم الدخل أو لذوي الدخل المحدود وبالتالي هذا يعني نحاول ما أمكن أن يكون هناك يعني تعاون على مسواء الحي فتبدأ عبما يعني تعاون من خلال الأسر إلى أن تتوزع إلى الحي إلى أن تتوزع إلى الجهة بأكملها أستاذ حنان أقرأ بعض التعليق المكتوبة أفضتم علينا من جزيل علمكم الأستاذ أمان المحمود تقول أكرمكم المولى وجزاكم عنا خيرا وتبتكم الله على دينه الأستاذ عمر أحمد يقول محاضرة قيمة وبها الكثير من القيم والتوجيه بارك الله فيكم أستاذنا وجزاكم الله خيرا معلق آخر يقول كلامكم نابع من عمق القلب فوصل لقلوبنا حفظكم الله وبارك في جهدكم وصحتكم ورفع مقامكم عبد الرحيم الزمراني يقول بارك الله فيك أستاذنا الفاضل وأكثر من أمتالك نادي يشهد لي بن رحيم الأستاذ من جامعة زيتونة بيتونس تقول بارك الله فيك وأحسن إليك الدكتور البنة لا يمل سماعك أثرت شجوننا وشنفت مسامعنا الأستاذ أحمد طالبي بارك الله فيكم وغيرها من التعليقات الكثيرة كلام بناء وتأصيل رزين وفقهم الله لما في خير الإنسانية أحسن الله إليكم بارك الله فيكم وأجزال لكم والدكتور هاني إلى آخر هذه هي الإنسانية تقليق الأستاذ عبد العزيز حبدي هذه هي الإنسانية في أسمى تجلياتها كلمة صادقة وتمع رقيقة وفكرة راقية ترفع الهم منح والتأسيس والرقي والإبداع أستأدنوا الإخوة الذين لا يزالوا رافعين أيديهم في فتح المجال للدكتور هاني للتعليق على بعض ما طرحه المشاركون ثم بعد ذلك نأخذه جولة أخرى الحمد لله أستاذ سبحانه والرسول الله طبعا إنجازكم بالله خير أنا بأحييكم أنتم لإنجاح هذه الدورة من أولها إلى يومنا هذا وخاصة بإصراركم على أن تسروا مثل هذه الكلمات بوجودكم وبأراءكم وبفكركم أزاكم الله خير أشكرهم الدكتور لأنهم الأصل وإحنا مجرد عبيري سبيل أطلبنا الأخت لبنا من تركيا أنا عارف الألم اللي هي وتعيش فيه قد تكون هي من أصل سوريا وأنا عايشت قضية سورية بقالي 11 سنة وأعرف إزاي إن الفكر ملوش نصير ويا أخت لبنا أنا معك قلبا وقالبا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أجد دعم لورشة عمل أو لورقة بحثية أو لفكرة إلى آخره لأن مازال مؤسساتنا بتعمل بالعاطفة وإن كانت جمعت عشرات أو مئات الملايين من الدولارات وده شيء لابد نحن نخرج منه ونقول للمؤسسات هذه كفى كفى أكل كفى شرب حولوا مثل هذا إلى مشاريع أخرى أو إلى آراء بحثية أو إلى تأثير إن إحنا ما زلنا يا أختلوبنا نستمع لمن يأخذونا المعلومات مننا فيقترناها وارسلناها لنا مرة أخرى وقوانين لثقافتهم وقيامهم وعقدتهم لكن طالما إحنا بنشتغل يا أختلوبنا إن شاء الله حنصل في يوم من الأيام كان لدي كلمة مع أحد الشباب كانوا زميلي كان هو نائب رئيس البنك الإسلامي التنمية في الجدة ولما قابلته من عشر سنين تقريبا وبتكلمه عن المنتدى الإنساني قال لي يا هاني وقتلوا نعم صاحبي بقى عن أنت قتلنا في الكويت من تلاتين سنة وقلت لنا الرثة إسلامية وكذا 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 ومكنتش فهمية أنت بتقول إيه سمع يا أختلوبنا دلوقتي جاينا بحاجة اسمنا منتدى إنساني روح يا هاني وتعرف بعد تلاتين سنة تكون في يومنا أنت بتتكلم عن إيه لا تكلم موجعة فعلا لأن إحنا مازلنا منشغلين بإدفاء الحرائق إحنا معناش مشكلة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة اللي يتفقوا في الدين يعني مش كلنا مرة نخرج واحدة حد يشتغل في التأثير حد يشتغل في بناء القدرات حد يشتغل في التواصل حد يشتغل في البحث لكن مش كلنا يشتغل في الإغاثة أنا عندي ليه رأي رأي مؤكتمعي إن ساعة وجود الحرب يا أختلوبنا ساعة وجود الحرب المسلحة أو الصيدات المسلحة لا نصرف الأموال مئة في المئة على المشروع الإغاثي فقط أبدا وده رأيه لأننا هقابل بي ربنا سبحانه وتعالى من نقطع منها 30% نعمل منها بناء مجتمعي دراسات بحوث تنمية فأكماكن ما فيهاش صراعات مصلحة حتى وصل الأمر إننا نحبز جزء من هذا المال كوقف لنفس القضية في سبعة أو تمن مخرجات في التلاتين في المئة دول إحنا بيجي لنا المئة في المئة بنصرفهم ونرجوهم ما عناش حاجة طب إيه الأثر اللي إحنا بنسيبه ما فيش حاجة كان فيه مؤتمرات عملت عشان نجمع وجبات للشعوب فأحد الشباب قال يا أخوانا اللي جاجبا دي تقعد ساعة أو ساعتين لكن إحنا عايزين عشر هذين تكلفة للوجبات تبقى في الكلام اللي بتتكلم عنه لبنا ده لبنا يعني عارف أنت دمك محروق إزاي وقلبك محروق إزاي ده عايز رفع وعي مجتمعي عند أصحاب القرار داخل الجمعيات العربية والإسلامية عايز رفع وعي مجتمعي عند المنحين عند الحكومات علشان تدينا العشر في المئة أو الخمستاشر في المئة أو العشرين في المئة بالنسبة للأخت معزوزي اللي هي مصحيف أنا اسمها الأولي إيه طبعا الشركاء في المجتمع ثلاثة أو أربعة لها الحكومة والمجتمع المدني والأخطاع الخاص أنا بضيف عليهم الرابع يا أخت معزوزي اللي هو العمل البحفي والعمل الفكري لأنه مش موجودة على استحياء كعمل أكاديمي ليس كعمل مجتمعي وهناك فرق جبير جداً جداً يا شباب ما بين عمل أكاديمي والعمل المجتمعي العمل المجتمعي تحول إلى عمل أكاديمي أو العمل الأكاديمي يتحول snap i switch of العملة المجتمعي كامثالكم وصاحب الأرض وصاحب القيمة وصاحب المعلومة فلابد يكون لنا شريك رابع ممكن نقول هو كجزء من المجتمع المدني لكن أنا بأبرزه اللي هو المراكز الفكرية ومراكز الدراسات والأبحاث ومراكز الضغط إلى آخره إلى آخره لابد يكون تبرز يبرز لها دور داخل المجتمع اللي احنا عايشين فيه طبعاً أنا بهني الأخت المعزوذي على الشراكة المجتمعية بينها ومن الحكومة ما حدش أبداً من الشباب اللي عاملين في المجتمعيات يبص على موظف الحكومة أنه عدو لي أو وظف الأمن أنه عدو لي أو اللي هو الزابط الأمني أو الجيش ده أبداً والأخوان وراد خالتنا وراد عمتنا وجلالنا وكذا 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 لابد ينجلسون معاهم علشان نبني التباسك والترابط المجتمعي بيننا وبين كافة المكونات المجتمعية والمواصلات المجتمعية أضيف على المشاريع الصغيرة يا أخت معزوذي حاجة تانية مهمة جداً 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 وانا لو إحنا فاكرين تنبكتو في مالي وكيف أن السيدة الأمينة اللي كان يأتي منها التجار أقيمت على دفاف أو على ناحية البئر اللي حفر في هذا الوقت حضارة غير عادية امرأة وبئر فكركم بإيدها يا بنات وشباب فكركم بالسيدة هاجر طفل وزمزم ثم مكة فلابد إحنا نضع مكون تاني يا أخت معزوذي الاستثمار في بناء أسواق شعبية شعبية تجعل تجعل كل إنسان في الأسرة قادر على الإنتاج زي ما احنا شفناها مثلاً بتاولة يتأجر باليوم لأسرة على حسب دخلهم تستطيع أن عجلة رأس المال المجتمعي تدور كلما زدادت دورات عدد عدد دورات الرأس المال المجتمعي كلما زداد الاقتصاد الغير رسمي المؤثر في بناء الاقتصاد الدولة الرسمي اللي قد يكون في بعض الأماكن 60 أو 70% من اقتصاد الدولة ومبدأ عن اقتصاد الغير اسمه لذلك أفريقيا أيام الكورونا أو الكوفيد رفضت إنها تعمل حذر حذر إيه كلهم عمال ومزارعين وسوئين وكذا وكذا حذر إيه هيتخرب بيت الناس فلذلك الأسواق الشعبية يا أختي معزوزي بتجعل عجلة أو دورة عدد دورات رأس المال المجتمعي داخل السوق تتضاعف يكون اللي بيبيع الشاي واللي بيبيع القهوة واللي بيبيع الشباكية واللي بيبيع البسبوسة وكذا كل ده مرأة بتعمله في البيت وده كان أجدادنا اللي بانه الحضرات بنوها من خلال الأسواق اللي بانت الأسواق فيها بعد بانت الجامعات بانت المساجد بانت المؤسسات بانت المجتمعات بانت الدول بانت النهضات بانت الحضرات معايا يا أختي معزوزي فأنا ما تزعليش يا أختي لبناء ولابد تكون أنت حريصة على أن تستمري ولا تيقاسي أبدا وذلك شكرا على الوامدة منك يا أختي معزوزي الله يبارك فيك دكتورنا الأخت معزوزي حنان من الريباط من عاصمة المغرب نسمع الآن لأخت خديجة الدحماني ويبدو أنه يوم النساء بامتياز ما شاء الله هنا المتميزات حتى في عمل المجموعات تتفضل أخت خديجة أخت خديجة هل أنت معنا نعم شكرا أخي كما يقال أستاذي الكريم العمل الإنساني عمل نبيل لا يحرص عليه إلا النبل من الرجال ونحسبك منهم أستاذي الكريم حافظك الله أستاذي بحكم تجربتكم طويلة والغنية والمتمرة في هذا المجال المجال الخيري الإنساني أتسأل متى ينقلب الأمل الإنساني إلى أمل سياسي بمعنى كيف يلتزم العاملون في هذا المجال سواء كانوا أفرادا أو جماعات الحياد ومبدأ الاستقلالية في وضع لا يسمح لهم بأداء عملهم أو في أو بمواصلته إلا بالنصياع لشروط الهيئة السياسية الحاكمة وهل الحياد أستاذي الكريم أن يلتزم العاملون في هذا المجال الصمت عن تعرية وكشف أوضاع الإنسان متدهورة التي يعاينونها عن قرب كما حدث مع منظمة أطباء بلا حدود في اليمن وكشفته أفوان الجزيرة بتقرير منهم ومشكور أستاذي على كل حال شكراً لأستاذة خديجة ومنها إلى المستمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صراحة أجد نفسي محدود في الأسابيع المباركة الحمد لله ومحدود أكتر بحضوري في الختام صراحة المبارك الجميل أمام أستاذنا والدكتور هاني البنة أستاذي الدكتور هاني البنة في عالمنا الإسلامي بالضبط نعرف تدفق إيماني ونعرف عاطفة جياشة ألا ترى بأن هناك هذر لهذه الطاقة هذه العاطفة وهذا الإيمان لأن هناك عنصران يغيبان العنصر عنصر التفكير بأننا لم نرسخ بعض أدوات تفكير مثل النماط التفكير التحليلي النقدي المنظومي إلى غيرها من أنماط التفكير ألا ترى معي أيضا بأن قناعتنا في العمل المؤسساتي لم تتبلور بعد ولازلنا نروم العمل الفردي البسيط أنا لا أتكلم على مستوى أنا أتكلم على الواقع الذين عيشوا في مستوياتنا الدنيا ونحن نحتك مع المجتمع الله الله ترى معي أستاذي بأن العنصور عن الأتنان التفكير أدوات التفكير والإيمان بالعمل المؤسساتي والترسيخ وغرس العمل المؤسساتي لطريق لعدم الهدر جزاكم الله خيران وليلتكم الطيبة وجزا الله خيران للمنظيمين شكرا أخي حسن حمياني أستاذنا محمد خاطر من مصر أستاذ محمد رحمة الله وبركاته والسلام رحمة الله جزاكم الله خيرا على يعني هذا الإبداع الذي رأيناه اليوم من أخينا وأستاذنا الدكتور هاني البنة ونشكره كثيرا ولنوفيه حقه فيما أبدع فيه من تخديم وعندي تساؤل بسيط من واقع الحياة المجتمعية التي عشناها حياة المجتمع والجمعيات الخيرية التي كنا ننشئها ونعمل بها في مجتمعاتنا غير المستقر اقتصاديا أو سياسيا المشكلة الأولى أن الجمعيات لا تدوم كما هو معلوم في التقلبات السياسية الموجودة في بلادنا لا تدوم وبالتالي كلما إن شاءنا عملا غدم هذه واحدة الثانية أن التقلبات الاقتصادية وعدم الاستقرار الاقتصادي كان يأكل رأس المال البسيط المقدم للأسر التي نريد منها أن تكون منتجة في مشروعات صغيرة أو مشروعات انتاجية لأفراد الأسر المعالة التي كنا نقوم برعايتها فما السبيل وما المخرج الذي نستطيع به أن نطبق هذا المشروع الأكثر من رائع الذي قدم أفكاره للدكتور هاني البنة وجزاك الله خير شكرا جزيلا أخي محمد خاطر أضيف لفضيلتك الدكتور هاني بعضا مما هو مكتوب على الشات شكر الله وسعيكم رفع الله قدركم جعلكم منارة الخير الإنسانية وجعلكم طائر من طيور السلام على أين هذه أدعية إن شاء الله تعالى نؤمن عليها جميعا في هذه اللحظات المباركة كل الشكر والامتينان لكم أستاذنا الفاضل نفع بكم وتقبل منكم بقبول حسن الأستاذ وفاء الرزيق تقول كلامكم فيه الكثير من الاحترام والتقدير للمرأة والجميل هو إحاطتكم والطلاعكم على تقافات شعوب الباحث الباحث بدر الجنيدي محاضرة مباركة ولنشر في الجلوس بين أيديكم بارك الله فيكم دكتور هاني إلى حنان عليه مصري محاضرة مفيدة وقيمة وملئة بالإحساس من نشاع الفياض ختام ومسك من المؤطرين سؤال الأستاذ هند خلفي السؤال يبقى كيف تتظافر جميع مكونات المجتمع المدني وجميع الشرفاء وذوي المرؤة داخل المجتمع الواحد وكذلك خارج المجتمع من أجل بناء اتلاف إنساني عالمي أساسه العمل الإنساني والخيري بطريقة علمية أكاديمية بعيدا عن التعاطي العاطفي الذي يجعل في بعض الأحيان العمل يصبح فرديا هل من توجيهات لترشيد العمل الإنساني سؤال آخر من الأستاذ عبدالعزيز الحبدي ولكم كلمة فضلة الدكتور هاني الحمد لله وستاذ السمع وعصول الله عندنا خمس أسئلة أول سؤال من أخت خديجة أم المؤمنين ما تجعل عنها إذا قلب العمل الإنساني قولي على دنيا العمل سياسي قولي عليه السلام على دنيا السلام خلاص إذا حزب أو جز أو أصبح تبع إثنية تعطي لبعض الناس وتعطي الآخرين انتهى إنسانية العمل الإنساني رسول الله سلام قال في كل كبد راتب من صدق ولم يحدد ويتعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيلا المسكين عارفينه واليتيم عارفينه والأسير لو كان عدوك أمس ومع ذلك يدعمون الطعام على إيه على حبه دعم الإنساني نتكلم كل هذه الأشياء بتقلنا يعني ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه ما قالش الفقراء المسلمين ما قالش الأيتام والمسلمين ما قالش المسكين المسكين واليتيم والأسير وإلى آخر فإحنا نقزم رسالة الإسلام الإنسانية ونجزئها لذلك نختلف أتمنى من المؤسسات إنها تحذر الوقوع في هذا المنزلق لأنه لو انزلقنا فيه لن نرجع مرة أخرى على فكر فقهي على إثنية على عرقية على خلفية ثقافية على خلفية دينية على خلفية سياسية لآخرية ما نسميه يا أخت خديجة اللي هو الادفوكسي أو المنصرة أنت عندك ثلاث مكسرات للمنصرة اللي أنت هنسميه بالإنجليزي الادفوكسي اللي هو الادفوكات معرفش بالفرنسان عندكم السموية أول حاجة ممكن تقومين تبين بها مباشرة وده ممكن يكون ثمن وغالي تصداد ما فيه مع الحكومة تاني حاجة ممكن تقومين بها عن طريق تلاف لنفرض أننا نتكلم عن البطالة أو العنوسة أو التعليم في المرحلة الابتدائية أو الصحة أو مشروع من المشروع دي كلها فلو دخلنا بالفكرة بتاعتنا كورق الضغط فيها خمسين أو ستين جمعية ده أي حكومة هيسعب على الحكومة أنها تستقصر هذه الخمسين أو ستين جمعية لذلك أنا اتكلمت في معرض حديثي عن الإتلافات تعرفي أختي خديجة رضي الله عنك لأنها اسم الجميل اسم واحدة أنا بعشق وهواها أتمنى أن يكون هوايا على هواها رضي الله عنها ليه أنا تركت الإغاثة الإسلامية في سنة 2008 وخديجة كانت عندي مرتب يعني جاهز وكل حاجة أنا كانت ميزانيتي في الإغاثة ميزانيتي المكتب بتاعي حوالي مليون جنيه لوحده ده سنة كام قبل ما ممشي كان فيها قسم قسم بسيط أو وحدة للأبحاث وكان فيها وحدة للدراسات للأبحاث والدراسات وكان فيها وحدة للمناصرة وكان فيها وحدة علاقات الخارجية ده سنة كام يا أخت خديجة 2004 سامع يا أخت لابنا 2004 كنا عايزين نعمل ده لكن حسيت أن عمل التنفيذي بالنسبة لي معيق بالرغم أنه هو يديني سلطة وسلطان ووجاها والناس يبصي لي يقاي ويجي خبطي عن المكتب أنا دوقتي ما حدش بيجي يكلمني لأنني ما عنديش فلوس ومع ذلك اكتركت الموضوع ده سنة 2008 وخدت مخطرة غير عادية بتأسيس المنتدر الإنساني اللي هو مزانيته ما كانتش بتتعدى 200 ألف جنيه يعني 300 ألف دولار شيف من مؤسسها ميزانيتها 100 مليون جنس ترليل يعني 150 مليون دولار إلى مؤسسة 300 ألف دولار لأن الفكرة عايزين نزرعها الفكرة بذرة والبذرة دي هتبقى شجرة والشجرة هتبقى حديقة والحديقة هتبقى غابة غناء بإذن الله بستخدها من قاتل السنين لكن ده بيجعلنا أننا نصبر فلذلك النقطة الثانية التحالف أخت خديجة من غير تحالفات لن تستطيعي أن تتحدثي عن مناصرة أي قضية مجتمعية في محلية أو إقليمية أو دولية يعني من الصعب أن أي حكومة تقف قدام 50 أو 60 أو 100 جمعين النقطة الثالثة لو كانت عندك إمكانيات في الأدفوكسي أن فكرتك تديها لمؤسسة هي المتخصف كده فأنت من بعيد تدعميها كان عندك القدرة المادية يبقى أنت عندك إما تتولي أنت الأمر بنفسك وده حيحصل أصدام منك من الحكومة وإما تخش في وسط إتلاف والإتلاف يتبنى قضيتك وإطلعوا ينصحوا الحكومة وإما أنك بتديها لشيء متخصص إعلامي وإنت تبقى بعيدها هو بينشر لك الفكرة بتاعتك ده بالنسبة لأختنا خديجة الله يا كريمك الصمت اللي أنت بتتكلم عنه يا أخت خديجة يعني بيستعمل ولا يستعمل يستعمل في مناطق الصراعات المسلحة لأنك لابد أن تبقي في هذه المنطقة علشان تحمي ما هو موجود فالعاطفة في مناطق الصراعات المسلحة يعني تعتبر شيء من الرعونة وبعد يتردوك أديكي مسألة يا أخت خديجة وإحنا في الشيشان في 1995 بعد الحرب الأولى بدأنا نعمل هناك استمرينا كان في بعض الشباب الصغيرين المتحمسين اللي هم عايزين يغيروا الدنيا في 24 ساعة كان بيهملوا العلاقة بينهم من الحكومة بيتعدوها لأنه ما كانتش في حكومة حكومة ضعيفة جدا حتى أن الوزراء الشيشانيين اللي كانوا موجودين في جرازني كانوا يخذون مرتبات كانوا عاديين في بيوت إيه قريبهم فتخذتوا المشيخة الإسلامية اللي كان رئيسها قدروف أحمد قدروف اللي هو أبو رمضان قدروف الرئيس الحالي وتخذتوا الوزراء المحليين لما جاءت المرة 1999 في أغسطس أو يوليا كانت حصل حرب التانية في وجود رئيس الجمهورية أخذ الرئاسة من من يلسن وإس يلسن ويأصبح بوتين هو كان على واسك الحرب فخرج المشيخة الإسلامية وقالت إحنا مش عايزين مؤسسات الإسلامية تكون عندنا أنا كنت بانزل بعض الدول الخليجة يا شباب يقولي إحنا منطلع القادي يا أهل المغرب القادي بستة أشهر يا أهل المغرب القادي بستة أشهر يا أهل تونس يا أهل مصر قادي بستة أشهر كنت بس كنت إحنا بقى كنا بنعمل أي يا أختي خديجة كنا بنجي الخروف البقرة العربية نجيب الوالي أو نجيب الوزير نقول له إحنا عايزين نوزع دي معاك كتير معانا عشان يكون لك وجود مجتمعي صحيح أنت بذرة مهجانة خارجية لكن هو اللي بذعك والأسف قبل ما يخش القوات الروسية في نوفمبر تسعة وتسعين طردت كل المؤسسات الإسلامية اللي كان بيقوم عليها الشباب الصغير ده اللي بيقولك أنا بيطلع القادي في ستة أشهر فبعض الأحيان قد يكون الصمت حكمة لكن نشر المعلومة عن طريق غيرك بيكون شيء مهم جدا ومفيد الأخ حسان جزاكم الله خير طبعا في عالمنا الإسلامي تدفق إيماني أيوة صح كيف نحول عاطفة الإيمانية إلى برنامج مجتمعي كان ده اللقاش بيني من أحب ما شيخنا الكبار دون ذكر الأسماء كيف نحول النص النص القرآني أو النص الحديث إلى قيمة مجتمعية تتحول إلى مشروع خدمي أنا ما عنديش مشكلة بأنني أنا أحفظ القرآن وأحفظ الحديث كل حاجة بس أنا عايز لأن في ناس مش عارفين يعني إيه قرآن وحديث أنا عايز القيمة بتاعة الآية القرآنية إلى تعتبر نحولها لقيمة مجتمعية يفهم أن عمت الناس مسلم ومسيحي ثم بعد كده عمت الناس هؤلاء مسلم ومسيحي ويهود إلى خير يحولوها إلى مجتمع إلى مشروع مجتمعي وده التحدي عند مين يا أخ حسان التحدي عند العلماء أنا لست عالم شرعي أنا راجل شارع مجتمعي راجل الشارع المجتمعي زي وزيكم يقول لكم تعالوا يا شباب تعالوا نحول الإحسان إلى مشروع تعالوا نحل من صدق والأمان إلى مشروع وهكذا تعالوا نحول وفلولة نفرة من كل فرقة من طائفة إلى مشروع إلى مشروع مجتمعي وهكذا تعالوا نحول الفكر سيدنا اللي هو ذو القرنين سيدنا ذو القرنين آتوني زبر الحديد تمكين مجتمعي حط الجيش بتاعه عشان يحمي الناس اللي لذين لا يفقونها شيئا وبعد أنهم نزلوا روحاتوا الكتر الحديد دي وبعد أن نقودوا نارا تمكين مجتمعي وبعد أن لما عمل أفران يا أخت خديجة وأخ عسان وكلكم نقل التكنولوجيا نقل التكنولوجيا نقل التكنولوجيا من المكان اللي هو كان فيه ونقلها المجتمع المحلي يبقى فيه حماية وفيه تمكين وفيه مشاركة مجتمعية وفيه نقل التكنولوجيا شايفين يا شباب ده مثل ذو القرنين مثل عظيم في بناء مجتمع وحمية مجتمع وتفعيل طاقات مجتمع وبث الثقة في أبناء المجتمع الذين اللي هم أبناءه لا يفقونها شيئا عشان كان يفهم موما بتكلمه إيه كان من كل يجي عنده أربع أو خمس مترجمين يترجمونهم بيقول إيه ومع ذلك بناء لهم السد تخيلوا أنا عايزك تقومون معايا يا أخ حسان يا أخت خديجة يا أخ يا أخت هند يا أخ محمد ها عايزك تقومون معايا تتخيلوا في الوقت ده كيف صهر الحديد رضي الله عنه سيدنا ذو القرنين وكيف صهر النحاس وكيف عمل السبيكة وكيف عمل السد ده هو اللي قيمة الموجودة في القرآن اللي احنا عايزين نحولها المشروع المجتمعي اعتزوا بالقرآن اعتذوا بثقافة اللغة العربية لا تعلوها ثقافة أي لغة في العالم على الإطلاق على الإطلاق على الإطلاق فلما ناخد النصوص ونحولها إلى قيم مجتمعية ثم إلى مشاريع هم أيتين في القرآن حماية مشاركة تمكين نقلة تكنولوجيا السلام عليكم اللهم كذا فلابد يا أخي يا أخي حسن لابد يحصل التحدي بنا من المشايخ نعود معهم ونقول لهم تعالوا أنتم فقهاء شرعيين ونحن فقهاء مجتمعيين متخصصين في المياه متخصصين في الصحة متخصصين في الأطفال متخصصين في حماية الطفل متخصصين في كذا في كذا اسمعونا ثم حولوا ما عندكم إلى قيم مجتمعية نحاول أنها ساعدكم على تحقيقها معنا ده بالنسبة لأخونا حسان ليس كفاية أبدا أبدا العاطفة الوحدة وده اللي حصل في غزوة أحد دائما بدرب المسر في غزوة أحد رسول صلى الله عليه وسلم قال المسلمين حزاري النقد تتركوا الجبل بل كوش داعوا المعركة فالعاطفيين عملوا خطأين الخطأ الأول أنهم أكبر رسول صلى الله عليه وسلم أنه يخرج محاربة والآخر اعتذروا لكن كمل الخطأ التاني أنهم نزلوا من الجبل اللي رسول صلى الله عليه وسلم موصاهم به ألا يتركوه مهما حدث عاطفة الحرب خلفت وخلاص وخلاص انقسموا الخمسين الرامي اللي كانوا عجبا مين اللي كانوا يقب بقى بيبص على المعركة رضي الله عنه وحول النصر إلى هزيمة سيدنا خالد النور الحرب لم تنتهي بعد ليه لأن العاطفيين دول لم يكن عندهم بعد رؤية العاطفة الوحدة جيدة لكن ليست كافية على الإطلاق جيدة أن يكون عندك عاطفة تجعلك تتحرك لكن لها ليست جيدة لابد يكون عندك عقل يحاول ينظم مصار هذه العاطفة ويحاولها إلى طاقة إيجابية لبناء مجتمع أخونا محمد خاطر أنا حضرت جزء كبير جدا من أنت بتقوله في آلاف الجمعيات اللي سجلت فيه 2011 و11 و12 و13 أنا ما خافش أن يكون البلد اقتصادها ضعيف أخاف أن يكون البلد ما فيهاش استقرار أمني اقتصاد ضعيف هنبنيه اقتصاد واقع هنبنيه لكن عدم موجود استقرار أمني أو عدم موجود مجال مناسب للحريات المدنية صعب أنك تبني فيه أي مسير صعب أنك تبدع فيه يا أخي محمد لأن أنت خايف بتبص عايز تبص للأدام ولا تبص اللي ماشي وراك ولا اللي ماشي جنبك ولا اللي ماشي عن ناحية دي ولا ماشي كذا وكذا مع عدم نجود استقرار اقتصادي ممكن أبني مازلت أبني مازلت أنا أقول لك فيه مؤسسات في مصر زي الهيئة الإنجليلية القبطية أنا بس بضرب الأمثلة دي وأنا عارف ماذا أعني مؤسسة في سنة خمسين بتاع الدكتور حبيب وإلى الآن تشتغل فيه اللي هي مؤسسة في الصعيد في سنة مش فكرة اسمها كان عمرها 83 سنة أو 90 سنة وفيه الجمعية الشرعية مازلت عم شغالة الآن ففي برضك بعض الأمثلة اللي هنح نتكلم عنها اللي هي أمثلة شعبية موجودة أمامنا سواء كان من المسيحيين أو من غير المسيحيين لكن يا أخي محمد فعدم وجود حرية مدنية يعني أنا أنا بغض النظر عن اللي هو الجنيه بقى بكم دولار ولا الدول بقى بكم ده هنعيش معاه لكن اللي أنا بكلم عليه اللي هو سعة مجال الحريات المتاحة لأبناء المجتمع هو ده أخطر شيء إن لم تكن موجودة فلان تستمر للجمعية في جمعية أغلقت لهذا الموضوع مش بس في مكان واحد في أماكن كتيرة جدا في العالم قال لك خلاص نمشي نمشي ونسيب المكان مش عارفين نشتغل مش عارفين نأكتب تأرير مش عارفين نعمل تليفون مش عارفين نعمل اجتماع مش عارفين نعمل مؤتمر مش عارفين ننظم ورش تعمل وها كذا فأنا ما خافش من الاقتصاد الضعيف أو المتهالك قدر ما أخاف من عدم وجود سعة يعني مجال للحرية الأخت هند بتتكلف عن بتتكلم عن كيف أنا أتغافر في جميع المكونات أديكي مثالين أو ثلاثة أخت هند إذا كنا نحنا مش هنتعلم من دخول الرسول الله سلام من مكة طب خلاص قوله ده رسول إذا أبو فأنتم التلقاء يزول يزول الرسول خلاص طيب يا ستي احنا مش قادرين نتعلم من المصالحة والمغافرة بتاع الجنوب الأفريقيا بس قادرين نتعلم منها اللي هم في يوم من الأيام في يوم من الأيام كانوا بيعتبروا إن السمر دول إخواننا السمر دول حيوانات طب كانوا بيعملوا ايه كانت المرأة توقف قدامهم معريانا لأنه زي الكلب اللي قدامها ده أو زي القطة أو زي الحمار تعتبرش من بشر ومع ذلك ومع ذلك لما جاه يعيدوا ببناء الدولة مرة أخرى الكل ينسي هذا الموضوع إحنا كمسلمين ليه مش قادرين ننسى ليه يا أخت هند ليه يا أخت هند لأن عندنا حظ من الدنيا مش قادرين نتنازل عن جزء من شخصيتنا الاعتبارية مش قادرين نتنازل عن شعار الحزب السياسي بتاعنا الجماعة الدينية بتاعتنا القومية بتاعتنا هي الأخيرة أبداً لا يمكن حتقدر يتلملمي جراحة المجتمع لما يتنازل كل مننا عن جزء من شخصيتنا الاعتبارية وده هنا ها اللي هو ده هنا هو بيت القصيد قضية الثانية لو كنت أن تكن لكم فاكرينها بريت رواندا في نهاية 94 حصل المصادمات أو الحرب الأهلية ما بين قبلتين راح فيها 900 ألف وأكتر أنا عارفين أسبابها مش حولش في الأسباب بلوقتي خلاص 900 ألف وأكتر الشعب خرج من دخل في المخاض ومناقشات وكذا 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 إلى أن قال لابد ننسى المعركة لابد ننسى أسماء القبائل اللي هي كانت بتحارب الهوتو والتوتسي ونبدأ صفحة جديدة أصبح اقتصاد رواندا دلوقتي يا أخت هند بالتغافر والتسامح اللي هم أساسيات في إيمانيات المسلمين أساسيات في إيمانيات المسلمين أصبحت من أقوى الاقتصادات المتقدمة في أفريقيا حتى أن أصبحت هذا الأمر الصناع بتاعها لأنه أول ما قلوا اهتموا بالتعليم التعليم التعليم وعمروا حاجة غيروا اللغة بتاعتهم اللغة الفرنسوية اللغة الإنجليزية فلذلك إن لم نتغافر نحن يا أخت هند ونحن يا أخ حسان ونحن يا أخ محمد ونحن يا أخت خديجة فلن نستطيع أن نقيم مجتمع فلن نستطيع شوفوا جمال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم انتصر المسلمين في غزوة بدر تذكر مين الرجل اللي هو أعطاه الإجارة أنا ما اسمي الجوار إسمه يا ربي مش فكر إسمه دلوقتي لو حد فيك فكروا اسمه المطعم العدي المطعم نعدي كذلكم الأخير المطعم نعدي كذلكم الأخير تخيل في عز نصة الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان مصعب ابن عدية بيننا تذكروا ليه سبب لأن في يوم الأيام مطعم ابن عدية الذي لم يكن مسلما وكان مشتكا أجار الرسول صلى الله عليه وسلم فذكره الرسول على الملأ لكي يعطيه قدره وهو مات على الشرك لما دخل رسول صلى الله عليه وسلم مكة شوفوا قد إيه الرسول كان بيحتاج من المكونات المجتمعية الضعيفة امرأة امرأة أتته فجلس إليها وأفض لها اللي هو الجب اقتعته وجعل يجلس إليها لمدة ساعة وقادت الجيش موجودين مين السد دي مين دي مين دي تعرفوا إليها يا أخت خديجة يا أخت كانت تأتينا على عصر خديجة يا سلام أمرين أمر حب الخديجة والدور المحوري للمرأة في عمل إقامة الدولة الإسلامية منذ الساعة الأولى والأمر الثاني ها إن هذه المرأة لابد أن تحترم وإن كانت فقيرة وإن يذكر إسمها التاريخ شايفين الحاجات دي هاديئة دي أخ يا دكتور دي اللي أنت بسميه الأخلاق الإنسانية للعمال اللي بيشتغل في المجتمع المدني أو العمل الإنساني دي الأخلاق ما ينساش فضل واحد مشك عليه أديك أنا مثل من حب جانب لأن أنا بيحبكم وإنتوا دلوقتي بسم الله ما شاء الله عليكم خلوا خلوتوا من يار الحب عندي يزداد مش عارف عامل إيه لما يخلص الجلسة دي معكم عيش زي من غيركم واحدة بنسجل الغاثة الإسلامية في الأم المتحدة في 1993 طيعت أنا وجبت على كل أسئلة كان المفروض كل السفر الموجودين في القاعة يوافقوا إجماع يعني إلا سفيرة معينة قالت لأ أنا عزر الأوراق فأجلوها فقلت لي واحدة كانت موجودة من مصر قلت انت عفتعم اللوبي يعني يعني اللوبي يعني اللو هو التأييد والضغط قلت يعني نروح على كل السفير وتكلم عادت عمل كده أربع خمس أيام لغا ما جيم الجمعة وده كان يختم تلات أوراق ربع أو خمس أيام عيد الفتر المبارات ما فيش قرار قم صرع على المنصة تلهم بعدين من غير أي أزل تخييروا بقى المنظر ده بيحصل زي الأفلام مصري القديمة بسيكة الميكروفون عادت تكلم قلت انزل يا دكتور بتنزل إيه ثلاثة سفرة من دول سقيقة عداروا دهرهم لي تعرف يا شاب من اللي نصرنا دي من بذكر الوقع دي نصرنا سفير أيرلندا الكاثوليك خذ الميكروفون وقال أنا أزكي هذه المؤسسة وعاد يتكلم الأوراق والتقارير واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا فأصبح شخص واحد من مئة شخص بيزكيني فسجلت المؤسسة في الأمم المتحدة في 29 مارس 1993 بعد شهادة سفير أيرلندا ينسوا الله الإسلام مش بس بالمسلم بس لابد نعترف بفضلهم دي الأخلاق نتكلم عنها فزي ما نتغفرش لو لم نتغفر لن نبني مجتمع مش عايزين اني نعد ندي خطب عصماء وفي نفس الوقت كل واحد فيه ماسك عصيه وسكينه لأخوه كيف نرشد لعمل إنساني إذا أمنا به لعمل إنساني أخونا مش مجرد حبة صور بناخدها وحبة ميا بنوزعها دي مهمة لكن عمل إنساني روح وحياة ورسالة وقيمة وحلم تعرفوا حلم فين حلم في أفئدة أصحاب الحقوق لما تخش عليهم الخيمة بتاعتهم لما تخش عليهم الخيمة بتاعتهم بتلاقي الأطفال فرحنين تعرفوا ليه يتخيلوا إن انت هتيجي ترجعهم بيتهم مرة تانية ترد من سوريا أو في اليمن أو في أي مكان في العالم طفل دا بيبصلك وبريق الأمل اللي في عينه إن دا يا ماما هيرجع علينا بابا اللي دا يا ماما هجران لك جده جده ما ماتش بابا ما ماتش بابا مسافر اللي دا يا ماما هابنلنا مدرسة هتعرفونا معنى مسئولية أن يقول الطفلة هتعرفونا مسئولية معنى هذه الكلمة التي يقولها هذا الطفل طفل علمه جزمة تفرح علمه شراب أو كورة أو مدرسة أو أكلها أو شربها شفوا علمه دا العالم بتاعه كله العالم بتاعه كله إنه نفسه يضحك نفسه يغني نفسه يلعب فالترشيد مبني على الإيمان مبني على العلم مبني على المعرفة عمر الجاهل والمستفيد والمنتفع حرش العمل الإنساني للأسف بعض مؤسساتنا اخترقت مثلها أمثلها ولا فذلك علينا يا دكتور وعلينا كلنا إنه نبني جيل آخر نستطيع أن نجعل روح العمل الإسلام الإنساني الإسلامي دائما محلقة في أفئدة الفقراء وفي أفئدة العاملين ولا تموت ولا تنطفئ هنا لمن سأل هذا السؤال الترشيد إيمان وعقيدة مجتمعية ورؤية وإسرار وصبر وثاء 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 وإنحناء عاصل من حاجة المجتمع وحاجة أصحاب الإخوة أخواننا الفلوس مش فلوسنا الجمعية مش جمعيتنا دي جمعية الفير وفلوس الفقير وفلوس المسكين وفلوس اليتيم ذلك كنت بتشوفه سيدنا عمر بدلان في عام الرماضة كانتش بيأكل إن العيش الناشف والزيت والملح آه يا عمر لأنه ما تكلفش نفسه إن يكون بس أمين مؤمنين كلف نفسه إن يكون مسؤول عن مرأة اللي بتولد وعن مرأة اللي بتغلي الزلط علشان نايم ولدها كل هؤلاء مسؤولية ترشيد لمن سأل هذا السؤال هو مسؤولية مبنية على إيمان وعلم ومعرفة شكرا يتفضل يا أخي الفادر الله يبارك فيك دكتور حفظك الله يلا أدري إن كان المزال لا يزال يعني متاحا لفضيلتك نضفت بعض الأسئلة أو نكتفي بهذا القدر هناك كم من الأسئلة سواء مكتوبة أو أرايا بيني يدين مرفوعتين فالأمر لك إن كان متاحا أو نختم على هذه المعاني الفياضة والجياشة معتدرين للأحبة الذين رفعوا أيديهم شاكرين لهم أنوه إلى حضور عدد من الجمعيات العاملة في المجال الخيري جمعية أمل للتنمية والعمل الاجتماعي في السنغال رئيسها الدكتور محمد لامين ديوب حاضر معنا جمعية العماد الخيرية بتونس ورئيسة المهندسة خديجة صالح حاضرة معنا جمعية التعاون بقامبيا ورئيسها الأستاذ محمد لامينسيلة أيضا حاضر مؤسسة الإحسان بألبانيا ورئيسها الأخ الأستاذ كوراب كايا أيضا حاضر هؤلاء لما نسمع معهم فأحب أن أذكرهم منتدنما للتنمية البشرية بالعراق جمعية البركة بالجزائر جمعية لهن للتنمية والإغاثة من العراق منظمة بهار تركيا وغيرها في الحقيقة من المنظمات والجمعية العاملة في المجال الخيري شكرا لكم جزيل الشكر فضيلة الدكتور هاني البنة على تأطيركم المتميز وعلى هذه المنارات المباركة التي أطرتموها في هذه الورشة الورشة الرابعة من برنامج سفراء المكارم أذكر أن سفراء المكارم هو برنامج نظمه المركز الدولي للقيم الإنسانية وتعاون حضاري بشراكة مع الجمعية المغربية مكارم وكان في هندسة برنامج حريصا على المزاوجة بين الشق النظري التأصيلي وبين الشق العملي المهاراتي وتأتي هذه الورشة ما شاء الله لتجمع بينهما معا فكانت فيضا من التنظير والرجوع إلى الأصول لكن مع تنزيلها على الميدان حياك الله دكتور هاني البنة والآن أعلن بحضورك عن تمرين ورشة الغد ورشة الغد هي تقام على مستوى المجموعات المجموعات الدكتور دكتور ماجد أبو غزالة الأستاذ إكرام أي فلوحي والأستاذ عبد العزيز الحبدي أن يلتأموا ويعملوا على التالي التخطيط لمبادرات خيرية سواء فرضية أو جماعية ثم تنفيذها في رمضان إن شاء الله وتعالى متابعة هذا التنفيذ وإنجاز تقارير عن ذلك وإنجاز تقارير عن ذلك فإذن هذا هو التمرين غدا إن شاء الله هو أول هذا التخطيط هو أن تجتمع أرى إصرارا على التدخل من الأخوين أفتح لهم الباب في انتظار كلمة السيد رئيس المركز الدولي للقيم الإنسانية والتعاون الحضاري إن شاء الله لختم هذه الورشة طيب أخ عبد الكريم حياكم الله أستاذي حياكم الله أستاذي سؤالي للدكتور هاني البنة العمل الإنساني موجود دائما بحالات الحرب وحالات السلم في سوريا رأينا الكثير من هذه الحالات ولكن هناك أعمال إنسانية تحتاج لدعم وهناك أعمال إنسانية لا تحتاج لدعم ويمكن القيام بها بدون دعم مالي ولا دعم آخر الأعمال إنسانية تقضي روحانية كبيرة جدا لا يقدر الإنسان على وصف الشعور الذي يشعر أعمال إنسانية عندما تدعم أحيانا تسياس وتمشي عكس الهدف أحيانا تصب في الهدف ولكن بشكل خفيف جدا فما هو الحل من هذا الأمر بارك الله فيك أخي عبد الكريم أخت أماني المحمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أستاذنا طيب وحيا الله الدكتور البنة جزاكم الله وعنا كل خير على هذه المحاضرة القيمة أود أن أستخصر بشأن المسابقة بخصوص الكتابة كتبة أن الكتابة ما تكون إبداعية أو دراسية الدراسية هل يعني تختص بالمقالات أو شيء من هذا القبيل أم ماذا شكرا أماني سيسجل أستاذ خالد سؤالك ثم نتفاعل معه إن شاء الله الأخت تزاني عائشة سريعا من فضلكم ثم الأخت أمال وكلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بادي أدي نشكر الجهات المنظمة لمثل هذه الدورات وهذه الورشات جزاكم الله عنا كل خير وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم وحسنات مشايخكم وعلمائكم جميعا بالنسبة بالنسبة للعمل الخيري العمل الخيري حسب رأي وحسب النظري لا يقتصر فقط على العمل الجماعي أو العمل المؤسساتي بل يطال ذلك الجانب الأسري الأم في بيتها رفقة أبنائها الوالد كذلك رفقة بنيه ما يشاهده الأبناء من تصرفات والدهم هو من باب كذلك تربيتهم على العطاء تربيتهم على البذل على التعاون فيكون هناك التربية بالقدوة فهذا مجالها أوسع بارك الله فيكم السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم حيكم الله دكتور هاني أجت وأفت ولعلم مشاعرك الجياشة قد خسر قت الأثير وعانقت كل المشاركين ومعها أيضا تجربة الرائدة حفظك المولى وسدد خطك أكيد أن لكلمة التطوع معنى مستوحة من فطرة الإنسان ومعنى مستوحة أيضا من الشعور بالانتساب لرحم الإنسانية المشاركة الجامعة إذ لا خلاف على أن التطوع هو قيمة أخلاقية كونية تنتسب إليها الإنسانية جمعة لكن يبقى الإيماني الديني هو الدائرة الأقرب لاستيعاب كل معاني التطوع ودراطة أكيد أنها التي تبتغي الكمال في أفكارها والنجاعة في حل كأنها لن تغيب عنها ولن تحيد هذه النظرة الغيبية والحكمة السببية مقترنتين معا فيمكن بحال الفصل بين مظاهر العزوف العام عن التطوع في البلاد الإسلامية وبين أيضا الحمول الإيمانية السائدة في الأمة لكن يبقى السؤال قائما دكتور الفاضل هو ما العمل وهل تكفي إرادة صادق وحدها للكفيلة بتحقيق هذا التغيير وأي عمل تطوعي يرتجى وأي مساهمة مجتمعية ترتقب في ظل فساد عام تردت فيه القيم النبيلة والمبادرات صادقة فنظام الحكم يعني هنا بين قوسان يبقى محور نهود أو تخلف أي أمة من الأمم التي تبتغي التغيير أقول قولي وأصفر الله مع جزيل الشكر لكم شكرا جزيلا كان رأيت أستاذ حسن إذا كان أستاذ حسن يريد أن يتدخل خليل تخضل قبل أن نمتيح الكلمة لفضيلة الدكتور هاني البناء أستاذ حسن تفضل السلام عليكم فقط من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله بداية نشكر فضيلة الدكتور هاني البناء على ما أجاد وأفاد وقد عايش هذه مداخلة وهذه المحاضرة بلحمه وعظمه ودمه دمعته الغالية خير دليل على أنه إنسان صادق ولا نزكي على الله أحدا الشكر موصول للمركز الإسلامي والجمعية المغربية للأخلاق المكان شكر الله لكم جميعا فقط أريد أن نذكر بحديث لأن دائما كما يقال لا يهمون أن يكون في جيبك مصحف ولكن أن تكون في عملك آية الحديث الذي سأذكر به هو الذي عليه بنية مجتمع فريد لما هاجر المهاجرون من مكة إلى يترب إلى المدينة وأذكر أن الموقف الفريد أحد الصحابة الذي قال لسيدنا عبد الرحمن قال له خذ هذا الموقف الذي سنذكر به هو أن قال عندي مثلا منه فدان فخذ منهم ما شئ ولدي زوجتان فنظر إلى هذه القيم التي هي قيمنا ولكن الآن الغرب تفوق في مجال التطوع ومجال الإنسان ولكن هناك فرق فرق أن تدعو بعملك ومن خلال منجزات وفرق أن يكون الغرب أن يكون هو النموذج فنفقد نفقد أنفس وأرواح فقط لأن الغرب تفوق في إنسانيته وأيغاتته ولكن الحمد لله في الدنيا خير كثير وشكر الله لكم مع دراع على الإطالة والشكر وشكر موظول لكم شكرا جزيلا وباسمكم أكرر الشكر لفضيلة الدكتور هاني البنّة حفظه الله نعطيه فرصة ليتفاعل مع ما طرحتم في حدود ثلاث خمس دقائق فضيلتك مع الاعتدار أنا بس أنا لأنني سمعت لو تتطوع بتعال أخت اللي لم أسمعتش أسئلة كنت بصل للمغرب هل في سؤال تاني غير تتطوع كان فيه سؤال عن حبادل ويعيد الأخ من سوريا أظن طيب أنت تفاعل مع هذا السؤال العمل العمل الروحي حياكم الله أستاذي نعم تذكر أخي عبد الكريم بسؤالك بعجالة حظيظك الله أمرك أستاذي أستاذي العمل إنساني موجود دائما في جميع الحالة العمل إنساني هنا أحيانا لا يحتاج دعم وأحيانا يحتاج دعم عندما يكون العمل إنساني مدعوم أحيانا يسيس ويمشي عكس الهدف أو يصبه في الهدف ولكن بشكل خفيف جدا فما هو الحل رأينا كثير من هذه الحالات في سوريا وما وجدنا له من حل طيب الحمد لله والسلام على رسول الله أما بالنسبة للأخت التي كنت عتتطوع فالتطوع دلوقتي في نظري أنا حيصبح علينا فرد مش فقط مجرد إنها حاجة بنعملها في وقت الفراغ بتاعنا لكثرة المشاكل والنزوح واللجوء اللي بيصبنا وبصيب الأمة كلها يعني إحنا وجدنا إن ما بين الأزمة السورية والأزمة اليمنية في حوالي يمكن 30 إلى 40 مليون إنسان في حاجة شديدة جدا جدا للطعام والشراب والغزاء والكساء والمنعصرة إلى آخر فنجد إن إحنا يعني أصبح لزاما علينا أن نقف لهذه الشعوب ده بس بتكلم على إيه على دولتين أو على شعبين فقط نهيك على ما تبق في القضية العراقية نهينا على ما تبقى في القضية الفلسطينية إلى آخر إلى آخر نهيك ما يبقى في ليبيا كذلك مش حيني نسى ليبيا وآخر الحمد لله في سلم أو في سلام في حكاية إن هو بناء المجتمع مرة أخرى فلما ننزل مثل هذه الأشياء يا أخت أنا شايف فكرة اسمها الأخت فمظاهر العزوف هي جزء من الإحباط يعالج بقيمة قدوة حسنة في هذا المجال لو لم نصنع هذه القدوات الحسنة يا أخت الفاضلة لن نستطيع أن نجعل هؤلاء الشباب يرجعوا ألينا مرة أخرى أنا لايسى عندي مشكلة جدا إن الإنسان يكون عنده يعني ضعف إيماني أجبره وأجبره بالتطوع بالتطوع لذلك أنا في آخر الأيام دي السنة اللي فاتت وهذا العام سفرت مع الشباب كتير وروحنا دول بلقان اللي هي الجبل الأسود وعلبانيا ومخدونيا وصربيا وكوسفو كذلك رحنا أثيوبيا وروحنا كينيا ونزلنا في أوروبا طول ما أنا ماشي مع الشباب في منهم كده وفي منهم كده لكن لابد أنت تكوني مع المتطوع يا أخوانا تعرف المتطوع بييجي وبيحسنه بيهان ليه لأن الذي يدير المتطوع موظف بروح الساعة خمسة بروح الساعة ستة بروح الساعة تليفون يوم السبت والحد أو الجمعة والسبت خلاص ما ينفعش لأن التوع هو ركيزة العمل الإنساني لما بدأنا في 1984 في المدينة برمنجهام كان أغلب اللي معانا في التطوع شباب في سنوي في الجمعة أصبح منهم دلوقتي ناس بيشتغل في أمم المتحدة في أماكن مختلفة التطوع بيؤدي لبناء قيادات لا سفاقة مجتمعية بالقيادات دولية وأممية لأنني بيكتبك الثقة فأنا بقول للسباب أحسنوا كيف تديروا منظومة التطوع التطوع بالنسبة لي زي ما كنا نحن أول ما جئنا زي ما يخونا كان بيقدمني أننا كنت طبيب كنتم أمشي في المرور كل يوم في الصباح ألا إما رئيس القسف أو المستشار أو البروفيسور اللي هو الأستاذ يجي للممرضة والحكيمة والدكتور الصغير ويمسك الطالب يقول لهم هذا مسؤوليتكم علشان يطلع طبيب صالح ويحسبهم كلهم على يوم كيف لم ينقلوا إليه المعلومة يعني منيجي الاهتمام بالطالب ده هو ده الاهتمام بالتطوع والمتطوع المتطوع ده كنز بالنسبة لنا فلابد يكون الاهتمام بيه عن طريق الرئيس المؤسسة مدير التنفيذي رؤساء القطاعات لا يترك أبدا لبعض الموظفين الصغار اللي هم مش حيارفو اتعاملوا معا المتطوع عايز يسمع قصة يسمع حدوتة يقعب مع شخص ليه تاريخ امرأة لها تاريخ إلى آخر العملية مش عملية روح انزل الشارع لما كذا وودي كذا لا ده جزء الميكانيكي لكن الجزء الحقيقي التربوي ان مين هيقعب مع المتطوع كل يوم نصف ساعة أو ساعة علشان يبني شخصيتهم الداخلية وده بالتالي بيقدي بنعكس ايجابا على بناء الايمان بالمجتمع والإيمان بالنفس نفسه يعني وثقها في النفس بالنسبة لأخ اللي في سوريا مش عارفو في سوريا ولا في تركيا أخونا اللي تكلم طبعا لما احنا بدأنا يا أخ بناء مش حاسن كان فيه أخ تاني اللي هو بدأنا مغير الإمكانيات خالص خالص المشكلة السورية مشكلة صعبة ليه لأن انت بتعامل مع شعب بغير مستقر صعب إما نازح أو لاجئ فما عندكش قاعدة شعبية يا أخي الفاضل عشان تطلع منها دعم ليك يعني نحن بدنا في عام 1884 لك كان عندنا مكتب ولك كان عندنا موظف ولك كان عندنا ميزانية ولك كان عندنا أي حاجة خالص لكن كنا في مجتمع سمح لنا بالعمل برغم مجتمع غير مسلم المسلمين ما كناش متقدمين لا في المال ولا في الدخل ولا في العلم كان كلهم جالية أسيوية جاية عمالية لك كان بيننا القرش ونصف القرش والجنيه والخمسين قرش إلى آخرة بنينا على هذه المنظومة وأصبح لنا تأييد جماهيلي وشعبي قضية السورية بتاعتك والأسف الشعب النازع مش هتبرع لأنه أصبح أصبحت المنظومة الإنسانية المسلطة عليه منظومة والعياذ بالله بتجعله شعب باطل بالرغم من الشعب السوري من أكتر الشعوب التي عندها قدرة على الإنتاج خاصة المرأة السورية وانت عارف المخازن اللي كانت في البيوت وأول شيء حصل في الحروب منهم ضمروا هذين المخازن اللي كان فيها المربة ولي كان دقيق ولي كان فيها المخلل ولي كان فيها كل هذين الأشياء يعني الشعب السوري حول أو أخذ من العمل العملي للشعب السوري إلى أصبح يعيش على العطالة والبطالة والمساعدات دي كلها وده غلط 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 وذلك كانت مشكلتي مع بعض الجامعيات قال لهم طب نقسم المبلغ جزء هنأكل بيه ناس وجزء ننمي بيه الناس فانت المشكلة اللي حتواجدك دلوقتي يا اخ اخ الفاضل هي مشكلة ما عندكش قاعدة شعبية تديك المادة المال اللي يخليك تقف مستقل فلذلك بتكون انت تحت رحمة المتبرع بعد الله سبحانه وتعالى فالمتبرع ده بيجي لك بثقافة شرقية يصحى من النوم كده يقولك والله يعمل لي كذا وانت مش عايزه يعني فيه يعني انا عايش مع القضية السورية من 2011 فبيجي لك واحد يقولك اعمل لي كذا مش عايزين كذا لانه اهلاك والمؤسسات الاخرى بتقولك تسرف الفلوس في خلال 6 شهر يعني مش ممكن حتنمي بيه حاك فلذلك التحدي الكبير القضية السورية تمنى من الاخوة يعني ما يزعلوش مني ان الشعب الوقتي مش قادر يعطيك الاستقلالين انت عايزة تحصل عليك لكن ومع ذلك يعني انا ارفع قبعة وانحني تقديرا واجلالا بعد الانحناء لله سبحانه وتعالى ليكم انتم لانكم انجزتم واعجزتم انجزتم في ظروف النزوح واللجوء كونتوا اضطرتوا لمئات الجمعيات لان المناخ السياسي والمساحة السياسية في تركيا بالذات يعني سمح لهذه الجمعات انها تنمي انا لا ازايد على تركيا او دول اخرى لا ده الحق الحاصل هنا فيه خرابة الف جمعية في دول اخرى مفيش ولا جمعية اتبالك فلذلك صبرتوا على البراميل وصبرتوا على الهدب وما زلتوا احياء ومش هتموتوا ولنت موتوا ولنت موت قضية بتاعكم ها وانا مش هموت معاكم تعرفوا لي يا شباب اقسم بالله يا اخ جابة لي صاحب الرسالة لا يموت حي حياة ابدية بمعاني خلود رسالته باذن الله وانتم اعجزتم الناس انكم صبرتم نساء ورجال انا اعرف نساء سوريات واخوات سوريات رفضنا انهم يخرجوا لتركيا علشان عاديين يشتغلوا في الداخل ودي مرأة لذلك هنا يا اخي دكتور انا بركز على دول مرأة ليه لان التي جعلت للاغاثة تاريخ في الشيشان اخت اسمها نتاشا كانت تعمل بعشرة او عشرين رجل وهي بعد فضل الله سبحانه وتعالى التي كان يحترمها الجميع لانها كانت مبرمجة آليا لخدمة المجتمع وكذلك في الشعب السوري في امثلة غير عادية يا ريت يا رب نقدر نكتب تاريخ الانجازات اللي انت عملتوها في الحداشر السنة عشان ما نعودش نجلد نفسنا بالصياط اللي هي بتدمي القلب اخونا حسن نتكلم مش عارف حسن نتكلم ولا ما اتكلم عن المهاجرين والانصار المهاجرين والانصار يا اخ حسن كان عندهم يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا العالم الخارجي تأكد أن هذه الكوكبة التي هاجرت إلى المدينة لم تهاجر من أجل من هاجر إنما الأعمال البنيات وإنما كل مرة ومن كانت هاجرته إلى الله ورسولي كانت هاجرته إلى الله ورسولي نحن دلوقتي في جيل المؤسسين عايزين نجعل هذا الجيل يتمدد للأجيل اللي بعدين فإذاك نرجع للسؤال بتاعك أنت طيب هاجر من الأنصار لابد أن ربي الشباب يجعلوا يجلسون مع الشيوخ شيوخ في المادة بتاعتهم ليس فقط شيوخ في الدين شيوخ في المادة لكي يتعلمهم منهم تأثير الفكري والتأثير الثقافي والتأثير الفلسفي والتأثير القيمي وصناعة الرؤى وبناء الاستراتيجيات كلام اللي بيجي لك من بره يا أخي حسن بيجي لك مجهز لم تتقدم علينا هذه الشعوب إلا لأنها أسست مؤسسات فقط نحن نريد أن نهس المؤسسات التي تستطيع أن تعطينا هذا التقدم الفكري والثقافي والاجتماعي إلى آخر أنا أطلت عليكم يا شباب وأنا طبعا يعني قرعة الحب اللي أنا خدتها خايف أنها تبوت لا إله الله بجي أقول لك إن من الحب ما قتل إن شاء الله حياته وإيمان وتقوى ونحن على أبواب هذا الشهر الفضيل إن شاء الله تعالى أن يكتب ما قدمت إن شاء الله تعالى في صحيفة حسناتك وأن يرفع قدرك إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة ويبارك فيك ونأمل أن تكون الاستجابة من مجموعة المشاركين سفراء المكارم إن شاء الله لما ذكرت بنفس الهمة ونفس الحيوية فتكون كل أختي من المشاركات نطاشا هذه نموذجا في العمل الخير إن شاء الله والإخوة كذلك باختصار شديد أخي خالد جبلي حفظك الله السؤال الذي طرح بخصوص المسابقة أنا حقابل خالد الإسبوع القاي نشرف إن شاء الله حقابلك في الدوحة الدوحة تنور إن شاء الله أتفطرني عندك على الفطار على الفطار إن شاء الله إن شاء الله خيط شكرا الشكر الجزيل للمنابر الإعلامية قناة قاف عربي واحد وعشرين العمق مانار الإسلام النبض منبر 24 جريدة بريس أفريك مونداراب وهذه كلها مواقع ساهمت في مواكبة هذا البرنامج في ختام هذا البرنامج نحيل الكلمة إلى رئيس المركز الدولي للقيم الإنسانية والتعاون الحضاري الأستاذ محمد حمداوي الذي في الحقيقة ما كان هذا البرنامج ليرى النور لو لا هذا الهمة في تعطيه معه وفي حرصه عليه فجزاه الله خيرا وجميع الشركاء الذين أسسوا هذه المبادرة إليك الكلمة الأستاذ محمد الحمدوي بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام وعصول الله على أله وصحبه الأجمعين شكرا جزيلا أستاذ أخذار وهنوى السلام بين الإخوة والأخوات جميعا مبارك الله فيكم جميعا وتقبر الله منكم هذه الأعمال طيبة مباركة وشهر رمضان مبارك وبارك هذا الشهر الكريم لكل الإخوة والأخوات وكان هذا الختام طيب مبارك مع الدكتور الهاني حفظه الله يعني ما شاء الله كلمة كلها مشاعر وعلم وتوجيه وطموح فصن تركيزه على أمر التطوع الذي هو بركة في الأمة جميعا فبارك الله فيه كانت مدخلة طيبة جدا وإن شاء الله ينتعب فيها الجميع بالله تبارك وتعالى أيها الحضور الكرام هذه الدورة المباركة كانت متميزة والحمد لله بالورشات وبالعطاء الوفير وبالإبداعات لكل المشاركين كما تبعنا جميعا وكذلك نعتبر أن هذه الدورة قد حققت أهدافها وأكثر عندما اجتمعنا مع النجلة المنظمة في بداية وصطرنا بعض الأهداف يعني بصراحة وبقلوب منفتحة على بعضين البعض ما تحقق أكثر بكثير أننا كنا في مجتمع صغير ومجتمع سفراء المكارم لقربة الشهر وكان يحمل هذا البرنامج أهم مكارم الأخلاق وهم المشارك الإنساني بجدارة وننتظر إن شاء الله أن يتوسع هذا الأمر لكل المجتمع الإنساني ليحمل أهم مكارم الرحمة والسلم والتعاون هذه الأخلاق السامية التي رفعنا نوائها نأمر إن شاء الله أن نختار النور في من حولنا مع كل من يعمل في إطار بث الخير والبر والرحمة في الأمة وفي الإنسانية بشكل عام فرسولنا عليه الصلاة والسلام الله تعالى أرسله ورحمة الله للعالمين ولم يرسله فقط للمجتمع المسلم فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون في قمة هذه المسؤولية حتى نتعاون مع الجميع في هذا المستوى المشترك الذي يعطي للإنسانية أكبر ما يمكن أن يقدم إليها من هذا الوجه الجميل وهذا الوجه المؤثر لهذه الرسالة الخالدة وليكن أمر كذلك إلا بهمة وإرادة هؤلاء السفر إن شاء الله فإذن أتوجه بالشكر الجزيل لكل المؤثرين وللمشاركين جميعا وللجهات المنظمة كان معنا كما يعلم الإخوة والأخوات في التنظيم كانت شاركة المركز الدولي للقيام الإنساني وتعام الحضري مع جمعية مكاريم كانت شرك رئيسي في في البرنامج وأنا أشكر السيد الرئيس الجمعية الدكتور عبد حكيم حجوجي وجميع الإخوة معها والأخوات في الجمعية فإذن قلت أشكر للإخوة جميعا الهيئات المشاركة ونطلب من الأخوة السيد مدير الدورة والأستاذ الأخضار إذا كنت نسيت أي طرف من أطرف أذكرني بارك الله وفيك حتى لنسأل الإخوة جميعا وأيضا بالنسبة المؤثرين أهجب الشكر الجزيل لكل من الإخوة مع حفظ الألقاب والمقامات كلكم مقامات سبيل الله تبارك وتعالى الدكتور القراء ضاغي والدكتور أحمد الفراك والدكتور مويس ماطو والأستاذ داود حسن والأستاذ خالد الجبالي والفنان يحيحو وأيضا ختمه مهاميس مع الدكتور هاني البناف أنا أشكرهم جميعا وأشكر لإخوة والأخوات أيضا منسقي ورشات الدكتور صباح العمراني والدكتور محمد الشاقولدي والدكتور ماجد أبو غزالة والدكتور محمد فخري صويلح والأستاذ عبدالعزيز حبدي والأستاذ إكرام أيتلوحي فإذن لهم كل الشكر هؤلاء وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة أشكرهم جميعا وكما قلت أجد يعني التعبير عن سرورنا وفرحنا بهذه الدورة المباركة وأيذن لا أنسى أن أتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة وخصوصا الأستاذ الأخضر الحمادي الذي بذل مجهودا واستثنائيا بصراحة من أجل إنجاح هذه الدورة وعلى كل حال كان هناك مجموعة منه كان هناك بعض الإخوة شاركوا في إشعاع هذا العمل على المستوى الإعلامي مجموعة من القنوات والمواقع ذكرهم الأستاذ الأخضر ونوثني على ثنائه عليهم جميعا وكان مجموعة من المتدخلين على القنوات وعلى المواقع الإلكترونية فإذن لهم الشكر جميعا ولأنسى لدكتورة حياة القنوات أيضا ومجموعة من الإخوة والأخوات فالعذر إن كنت وقد نسيت أحدا أو من إخوة وحدة الأخوات فلكم الشكر جميعا ومجموعة ومجموعة علما منشئا لعمل وأنا أتذكر ناقول الإمام مالك رحمه الله كان الإمام مالك يكره العلم الذي ليس تحته عمل فنحن نأمو إن شاء الله أن يكون هذا العلم كله تحته العمل الميداني النافع للأماء والنافع للإنسان يا جمعاء فأشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاكم السلام ورحمة الله رأيت فضيلة الدكتور هاني البناء يصف يقول فكرة العلم الذي تحته عمل الله ينورك ويبارك فيك إذن أحبتنا الكرام أصحاب الفضيلة للحضور الإخوة والأخوات المشاركين في هذه الدورة نأتي على ختام هذه الدورة هذا البرنامج على أمل أن يتمئ إن شاء الله تعالى عملا وعلى أمل أن نلتقي في الورشات التي ستظل مستمرة على مجموعات تيليجرام وننتظر إبداعتكم وإنتاجاتكم سواء فيما يتعلق بورشات الفن أو الكتابة أو العمل الخيري أو السمعي البصري إن شاء الله تعالى ترويجا وتتويجا لهذه الدورة وترويجا لقيام السلم والرحمة والتعاون الشكر الجزيل لكم جميعا دمتم في رعاية الله والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان مبارك كريم موسيقى